السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القديم في مجده الكريم في رفده الرحيم وكل خير من عنده اللطيف في كل حال بعبده مد الأرض بقدرته والعجب في مده وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وغده وقدر فاهتدى من هداه وظل من لم يهده أحمده حمد الله يقدر الخلائق على عده وأصلي وأسلم على رسوله وعبده خاتم الأنبياء قدوة الأصفياء وسيد الأتقياء أبي القاسم محمد وعلى آله من بسطت أرض وما رفعت سماء الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة دام تأييدكم السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة دام توفيقكم الحاضرون الكرام المؤتمرون الأجلاء فضلاء الحوزة العلمية الشريفة والأكاديمين الجامعين من داخل العراق وخارجه بمقالماتكم العلمية بصفاتكم الحضور الأكارم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم في رحاب حامل اللواء أهلاً بمن جاء قاصداً سبيل كلمة مترجماً وحيها طامعاً كي يتزود من فيض الولاية وعطائها وهو يطلق العنان لترجمان الكلمات كي تجود بالولاء والاحتفاء وخدمة الدين الحنيث على بركة الله تعالى وبتوفيق منه يتجدد هذا الجمع المبارك في رحاب صرح العلم والمعرفة عند مؤسسة تربوية حملت من اسم العميد عنوانها وبذا نقول جئنا نواصل نهجنا بسداد ونكيل من فيض الإمام الهادي هي نعمة هي جنة هي دوحة في دار جود الفضل والإرشاد قمر تجلى في سماء أهلة ورعى بفضل مجمع الوفادي نشتو بعطر ولاية قد قررت في حج توديع الرسول الهادي أرسى معالمها أرسى معالمها وبان بإبطها ما بين جمع الله والعبادي واليوم في صرح العميد تزيننا تلك الولاية في الشفيع الهادي لتصير هذه الأرض أرض أئمة باسم النبي وآله الأسياد أستاذة الأفاضل الحضور الكريم دابت العتبة العباسية المقدسة انطلاقا من رؤيتها العظيمة وعلى مدار أسبوع كامل فأطلقت الأشرع وشحذت الهمم لتكشف عن تراث ومضامين فكرية انقل نظيرها لآل بيت النبوة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولتعزز البحث ولتسلط الضوء على مختلف أبعاد هذه الشخصيات المحمدية العظيمة لتستجلي الانموذج الإنساني المتكامل في تلك الشخصيات وإمامتهم المباركة بهدف تجسيدها والإفادة منها في مختلف جوانب الحياة فضلاً عن رفض المكتبة العالمية العالمية بنتاج علمي يعنى بعطرة نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم فقد حث الدين الإسلامي على الاهتمام بالمسؤولية الشاملة ففي قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وفي قوله تعالى فوربك لنسأل أنهم أجمعين وقول للرسول الكريم صلى الله عليه وآله كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته أيها الحاضرون إن إعادة قضية الإمامة إلى مجالها وحجمها الحقيقي يعد من أهم مداخل الإصلاح في المجتمع فالإمامة نورٌ إلهي وحياة دنيا متكاملةً ميمونة نسعى عبرها إلى الفوز بمسيرةٍ إنسانية ترتفع بوصفها بناءً إلهيًا رفيعًا يستحق أوفى درجات الكرامة انطلق أسبوع الإمامة الدولي الثاني برعاية الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان وبعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة لنستكمل بحضوركم البهي هذا اليوم وهو اليوم السادس والخاص بالإمامين الهمامين الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني حيث تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة قسم التربية والتعليم العالي مؤتمر الإمام الهادي عليه السلام والإمام الدولي الثاني وفي يوم الإمام الهادي عليه السلام نقول لأبي محمد فاض خير كلامي لأبي محمد فاض خير كلامي ولأرض سامر زاده يامي باب المطالب عندهم مفتوحة للطالبين على مدى الأيام هم عطرة الهادي النبي محمد لهم الولاء الخالص المتنامي يا عاشر الخلفاء بعد محمد يا عاشر الخلفاء بعد محمد في يومكم أهدي إليك سلامي في يومكم أهدي إليك سلامي ونحن في متح عد القرآن وأهله فلنعطر أسماعنا بآي من الذكر الحكيم يتلوها بيننا قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الأخ الموفق فليتفضل حتى المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فهاتكم من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتيل ثم نبتيل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل القتاب تعالوا إلى كلمة سعاء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد شكرا للأخ القارئ القارئ العتبتين المقدساتين الأخ ليث العبيدي وجعل الله ما أفاض به مقبولا عنده سبحانه وتعالى ونحن في حضرة صاحب الدار ضيوفا وباحثين وموالين لابد لنا من الوقوف عند جوده ووفائه عسى الله أن يتقبل منا ونفيه حقه أحتاج قلب النهر حتى أفهمك أحتاج قلب النهر حتى أفهمك ومشاعر الخيمات كي أتعلمك قد كنت موسى مذوقفت ملبيا والنهر في طف المعاجز كلمك يا راهب النهر استرقتك نظرة يا راهب النهر استرقتك نظرة لأرى الوفاء فمن يقبل مبسمك وأرى السماء تحوك فيك مجرة أقمارها الولها تغازل أنجمك يا أيها العباس يا أيها العباس وألهمك الضمى سبحان من لفم الضمى يا ألهمك كان الوفاء من قبل محظم شاعر فنفخت روحك بينه فتجسمك يا أيها العباس يا أيها العباس كل جهاتنا ضمأة فرو نفوسنا وانثر دمك لنظل ننهل من إباك مواسما فبيادر العشاق ترقب موسمك فبيادر العشاق ترقب موسمك كجزء بسيط من رد الدين الذي لن يرد إلى شهداء فتوى الدفاع المقدسة الذين بذلوا المهج والأرواح للدفاع عن حياض الوطن العزيز ومقدساته وعرضه وعرفان للبطولات التي سطروها نقف إجلالا لقراءة سورة الفاتحة المباركة يليها نشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباه وقوفا مع التقدير فاتح الحمد لله اشتركوا في القناة 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 سؤددوا سادس والخاص بإمامة الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام يتفضل بها السيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة الدكتور حسن داخل الحسناوي وهو يضعنا في أولى عتبات هذا المؤتمر المبارك فليرتقى المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكل الجلال والتوقير والإفجال السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعض ما شاءت الإرادة التكوينية العظمى أن يحتمل الإنسان أمانة الوجود إلا وقد هيأت لمخلوقها الأثير أسباب احتمال هذه الأمانة وذلك إذ فطرته على فطرتها فحببت إليه الإيمانة وزيّنته في قلبه وكرهت إليه الكفر والفسوق والعصيان ثم أهبطته إلى الأرض ليجد فيها مستقرًّا ومتاعًا إلى حين وهنا على هذه الأرض زيّن له حب الشهوات فبات نقاء الفطرة أرضةً للأدران وأمانة الاستخلاف في خطر النسيان وذلك إذ يفرط الإنسان في الأنس فيسهو وينسى ولكي لا ينسى عزَّزت السماء لطف الفطرة السليمة الجواني بلطفٍ برانيٍ يذكِّره بالأمانة وعهدها ذلك هو لطف النبوة النبوة التي شاء الخالق جل وعلا أن تجد تحققها الأكمل ومصداقها الأمثل في خير دليلٍ إليه في الليل الأليل محمدٍ صلى الله عليه وآله فخاطب هذا الخاتم من أفق النبوة بوصفها تذكيرًا قائلاً فذكر إنما أنت مذكر ولأن للنبوةٍ قطاعًا واختتامًا وللنسيان والعصيان معاودةً ودوامًا شاء الله تعالى لحجَّة التذكير هذه أن تواصل حضورها في تاريخ الإنسان اللاحق على امتداده ولكن في صيغةٍ أخرى للنبوةٍ مُتمِّمةٍ مُكمِّلة ولأهدافها مُواصِلة تصونُ رسالات التنزيل من ضلالات التأويل وإيالات التضليل تلك هي الإمامة التي كان بها كمالُ دين الرحمة وتمامُ اللُّطف والنعمة إن اقتران التنزيل بالتأويل وتضافرهما للتذكير بأمانة الاستخلاف وفطرة الله التي فطر الناس عليها يعني أنه لا يُمكننا التذكير في النبوة بمعزلٍ عن الإمامة وهذا ما سعت العتبة العباسية المُقدَّسة بالفكر النيري المُسدَّد لمُتوليها الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دامع الزهر سعت إلى تأكيده وبيانه وإثباته في صورٍ متنوعة وأحداثٍ ومُناسباتٍ متعددة أظهرها وأكبرها حدثُ أسبوع الإمامة الدولي الذي يُقامُ بشعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان والذي يطمحُ إلى أن يكون أكبر وأهمَّ مُناسبةٍ للتفكير في الإمامة ومصاديقها بوصفها شأنًا إلهيًا قريناً للنبوة في خطة السماء لإعمار الأرض وأهلها لإعمار الأرض وتربية أهلها أيها السادة الكرام بعد نسخةٍ أولى من هذا الأسبوع المبارك أقيمت في العام الماضي بعنوان الإمامة نظام الأمة ها نحن هذه الأيام في كنف النسخة الثانية منه التي تُقام بعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة والتي يتشرف قسم التربية والتعليم العالي اليوم بالإسهام في عقد مؤتمرين من سلسلة مؤتمراتها الموفقة نشهد الآن لحظةً طلاق أولهما المؤتمر الصباحي المخصص للإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام الذي يُرامُ منه إلقاءُ مزيدٍ من الضوء على الموقع العملي والوظيفي لهذا الإمام العظيم على خارطة الإمامة الإلهية والكيفيات التي واصل بها مسعى آبائه الطاهرين سلام الله عليهم في إعداد الجماعة الصالحة وخصوصية الدور الذي أدَّاه عليه السلام في تهيئة الأمة للدخول في طورٍ لم تألف من قبل طور الغيبة المرتقب وفي مسار الإعداد لهذا المؤتمر قُدِّم إلى القائمين عليه ثلاثة عشر بحثًا قُبل منها سبعة بحوث ولأسبابٍ تنظيميةٍ سيُلقى منها أربعة بحوثٍ هنا بغاية أن ينال الباحث فرصته في عرض مضمون بحثه منطلقه ونتائجه وأن ينال الحاضرون الكرام فرصتهم في المداخلة والنقاش في هذه الأجواء الروحية والعلمية الطيبة يطيب للقائمين على مؤتمر اليوم مؤتمر اليوم أن يُرحِّبوا بالسادة الباحثين الكرام الذين أسهموا بأقلامهم المبينة وأفكارهم الرصينة في البحث في إمامة هذا الإمام العظيم عسى أن يكون في عملهم الفكري شيءٌ من الوفاء لسعيه التمهيدي الذي بفضله نحيى اليوم وننتظر فرج العالم فالشكر والثناء لكل من علم بالمؤتمر ففكر وكتب وحضر منتهى هذه الكلمة الوجيزة شكرٌ وافرٌ لسماحة المتولِّ الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دامع الزهر الذي أتاح لنا ببصيرته وحكمته هذا الإسهام الذي نرجو أن يكون بعين الله تعالى شيئًا من أجر الرسالة والشكر موصولٌ للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة للرعاية والتمكين والتيسير نسأل الله تعالى أن يُديم علينا جميعًا نعمة الإمامة نعمة الإيمان بها والعمل في سبيلها وقد أوصانا الإمام الذي تجمعنا اليوم ألطافه قائلاً أبق النعمة بحسن مجاورتها والتمس الزيادة فيها بالشكر عليها فشكراً لله تعالى إنما الشكر الجدير بهذه النعمة هو العمل لأن يصير هذا الأسبوع حدثًا دوليًا راسخًا ويكون عملاً تمهيديًا حقيقياً لعصر مرتقب يكون كل أسبوع منه أسبوعًا للإمامة آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وافر الشكر للسيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة والناطق باسم اللجنة العلمية لمؤتمر أسبوع الإمامة في يومه السادس على هذه السياحة المعرفية في الإمامة المباركة قال الإمام الهادي عليه السلام ونحن في مجال تربية الفرد والمجتمع ألقوا النعم بحسن مجاورتها والتمسوا الزيادة منها بالشكر عليها واعلموا أن النفس أقبل شيء لما أعطيت وأمنع شيء لما سئلت فاحملوها على مطية لا تبطئ إذا ركبت المؤتمرون الأكارم السادة الأجلاء العلماء الأفاضل اليوم اكتمل السعي مؤتمراً علمياً في أسبوع الإمامة وتمت عليكم الحجة والنعمة في نيل المنزلة لتقديم إسهام في بيان القول وفصل الخطاب حول منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة في رحاب العتبة العباسية المقدسة والتي ستجاب بالاحتضان والتبني للشروع بالتنفيذ ما أن يكون الطرح متواصلاً في خدمة الدين والمجتمع فليتفضل كل من الدكتور حيدر الأعرجي مدير مجموعة العميد التعليمية للبنين رئيساً لإدارة الجلسات البحثية يرافقه الدكتور علي كريم عبد مسؤول الملف التربوي في مجموعة العميد التعليمية مقرراً فلنستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الأنام أجمعين محمد النبينا وآله الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين من الأولين والآخرين نبتدئ السلام ونقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك والسلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهم السلام الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام توفيقكم السادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة العتبة دام تأييدكم السادة رؤساء الأقسام السيد عميد كلية التربية الضيف الحاضر معنا السيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة دام تأييدكم أصحاب السماحة والفضيلة الحضور الأكارم الباحثون الأجلاء كل من حضر في هذه القاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على بركة الله وبتوفيق منه إن شاء الله نشرع في هذه الجلسة البحثية التي انتظم فيها سبعة بحوث واجتزئ من هذه السبعة بحوث أربعة بحوث للإلقاء وثلاثة بحوث هي كانت لباحثات فضليات قررت اللجنة العلياة المنظمة واللجنة العلمية والتحضيرية بأن تفرد بجلسة نسوية خاصة تجري الآن في قاعة القاسم عليه السلام في العتبة المقدسة بموازات هذه الجلسة هذه البحوث التي ستلقى الآن تضمنت موضوعات في التعبير اللغوي واستراتيجيات التصدي للفكر المتطرف والعلوم القرآنية والتفسيرية والأمور التربوية فضلا عن السمات الشخصية للإمام الهادي عليه السلام ودراسة معجمية في الألفاظ الخاصة والواردة في القصائد التي مدحت الإمام العاشر عاشر مصابيح الدجا هذا الإمام الذي من مفارقات التأريخ وسخرية القدر إننا كلما تقدمنا بالزمن مع الأئمة المعصومين قل التراث الوارد عنهم وهذا يعكس مدى الجور والظلم الذي عاشوه في تلك الفترات نبتدئ على بركة الله بالبحث الأول وهو التعبير اللغوي في حكم الإمام الهادي عليه السلام للأستاذ المساعد الدكتور حسام عدنان الياسري من العراق فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد كما وأدعو زميلي الدكتور علي كريم لقراءة ملخصي سيرته الذاتية بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبي إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نبتدئ بالتعريف بأول الباحثين في هذه الجلسة العلمية المباركة وهو الأستاذ المساعد الدكتور حسام عدنان الياسري من كلية الآداب جامعة القادسية حاصل على درجة البكالوريوس والماجسير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها ألف العديد من الكتب والدراسات والبحوث العلمية من أهمها ألفاظ الحياة الاجتماعية في نهج البلاغة دراسة ومعجم وفي مجال البحث العلمي اشتغل بموضوعات التحقيق ودلالة الألفاظ والقراءات القرآنية والمقاربة اللغوية وأشرف على العديد من الرسائل والأطاريح الجامعية وناقشها وكذلك ساهم في تقويم العديد من البحوث العلمية وشارك في جمهرة من المؤتمرات العلمية والندوات داخل العراق وخارجه فأهلاً ومرحباً بكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين حيث عندك ولديك ومنك وفيك هذا العلم والمعرفة التي استقيناها والتي نأمل أن نكون عند حسن ظنك في أسبوع الإمامة الدولي الثاني برعايتك وعنايتك وتوفيق أخيك عليه السلام السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمراتب العلماء إلى جلاء الشيوخ الأعزاء أساتذة الأكاديميون صباح مبارك وأصبوحة كريمة حيث أقف تلميذاً صغيراً بين أيديكم وبين يدي الإمام الهادي عليه السلام ليقول في كلامه ما لا أجيزه لنفسي لقلة منزلتي لديك عليك السلام أنت والإمام العسكري عليه السلام حيث كنت أأمل وهو ليس لي أن نكون عندك في يومك وأسبوعك وهو مقترح لعل سامراء تكون لدينا ونكون عندها آمين رب العالمين وصلى الله على محمد حيث تعبيرك راكب الحرون أسير نفسه والجاهل أسير لسانه استفزني أخوة الأعزاء سادة الكرام هذا القول في جانبه اللغوي والتعبيري على كثرة ما لديه من كلام وإسهابي ما كتب عنه في لحاظ قوله ومنزلته التي نسيت وربما والبركة في كل من حضر لا تنسى إن شاء الله وستبقى دائمة سرمدية هذا التعبير أخوتي وأساتذتي وسادة الكرام فيه ما دعاني إلى وضع إشكالية لعلي لا أسبق غيري فيها وهي كيف أن للأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام الهادي عليه السلام هذا الكم من التعبير والقول والمقول دون أن نعتني به نحن اللغويين كيف لنا أن نسمع هذا النص وأمثال هذا النص فيما صح صدوره عنهم لفظاً ومعنى دون أن نقف عنده ونضع له ما يسمى في تعابير أهل اللغة من مضى منهم ومن هو معاصر أعزهم الله ورحم من مضى منهم في نظرية النظم لكلامهم عليه السلام تحت نظام اختطه علماء اللغة السابقون مفاده أن ليس للحديث النبوي ويلحق به كلامهم عليه السلام من جواز الاستدلال والاحتجاج بالإحاض أن أهل اللغة وضعوا معيارين هما زمان ومكان للنص بطبيعة الحال أن الزمان قيد بسنة مائة وخمسين للهجرة عند أهل اللغة وأضرب مثالاً عليهم لعلي لا أختزلهم به وهو ابن جني المتوفى سنة 92 بعد الثلاثمائة للهجرة وقيد موضع ومكان النص المحتج به في قلب جزيرة العربي إبان سماع اللغة من أهل اللغة حتى لا أبتعد عن قول الإمام يجعل هذا المنطلق إشكالية في ضرورة أن نجلب أقوالهم صحيحة الصدور القطعية النص لفظاً ومعناه حتى ندفع إشكالية عند اللغويين الذين يريدون ربما أن يحتجوا علينا وعلي دونكم في أن ليس لك لأنه روي بالمعنى أو ربما روي بتناظر الألفاظ وتعاورها وتبادلها غير أننا عندما نصل إلى نص صادق صدوره لفظاً ومعنى عنهم ومدونتنا الحديثية كبيرة ومتنها واسع بإمكاننا أن نضع لهذا النص للإمام الهادي وما جاء بعده وما تلي عنه وما أخذ منه عن آبائه عليهم السلام نظرية نظم وأسلوب تحليل ونظام تعبير لغوي نضع على أساس منه ومنوال أحكاماً لغوية صوتية صرفية تعبيرية نحوية تركيبية فضلاً عن المعنى اللغوي المعجمي أو المعنى اللغوي غير المعجمي السياقي الذي هو يمثل تطور الألفاظ وذلالتها على بساطة أن يسمح لي الإمام أن أقول بساطة هذا التعبير لأنه من السهل الممتنع راكب الحروني أسير نفسه والجاهل أسير لسانه مع ما فيه من إرشاد وتوجيه كلكم يعرفه غير أن إمكانيته في التعبير وصياغته الدقيقة التي لا أدعي دقتها بلحاظ العاطفة بل بلحاظ الوعي اللغوي الذي أدعي متواضعاً بينكم أني تعرفت وتعلمت عليه على أساتيذ الكرام الذين درسون هذا التعبير من منطلق نظام صياغة الجملة ومن منطلق نظام صياغة التراكيب بتوظيف الأبنية الصرفية التي اعتادتها العرب في كلامها يجتمل على مزايا ربما لا يجيدها من كان في زمنه ومن كان معاصراً له حتى من أصحاب الفصاحة الذين ورثوها عن غيرهم نعم إنه عليه السلام بلى إنه عليه السلام كان متوفياً بعد الرابعة والخمسين والثلاثمائة للهجرة وهو بعيد جداً عن عصر الاحتجاج اللغوي زماناً ومكاناً بلحاظ أنه في سامراء على فرض أنه أصدر النص في سامراء وأنه تجاوز حقبة أهل اللغة في معيار التقييد إلا أن الناس يمتلك من القدرة اللغوية التعبيرية ما يمكن أن يسمى عند علماء الدلالة بمهيمنة المعاني ودقة التعبير باستعمال مفردات من قبيل كلمة الحرون التي تمثل في هذا الاستقرار للتعبير التعبير الإمام الهادي عليه السلام هي مهيمن النص دلالياً لأننا عندما نرجع إلى المعجم العربي نجد أن كلمة حرون توصف بها وحاشاكم الله وأجلكم توصف بها الدواب التي تقف فجأة أو تستدرك سيرها فتقف بغتة وهذا مما يصيب راكبها بالهلع وربما يلوم نفسه على أنه ارتقاها أو تقمصها أو أنه مثلا ارتقى دابة شموسا بحيث تفاجأ فيما وقع فيه كذا جاء الإمام إلى القطب الثاني وعبارة ثانية من النص فقال على سبيل التشبيه على قراءة المتواضعة ليس التشبيه الذي نعتاده بالكافي والمشبه والمشبه به على سبيل استعارة التعبير فقال إن الجاهلة أسير لسانه كما أن راكب الحرون أسير نفسه لأنه هو من أوقعها على أنه أحمق وحاشاكم وجلة أسماعكم فلم يتدبر ولم يتبصر فكان لسانه طي لسانه أو طي لسانه على هذا التعبير أخوتي وسادة الكرام الأفاضل بإمكاننا أن نفهم لهذا النص مديات من الاتساع الدلالي على حد علماء الدلالة وإمكانيات من التحليل النسيجي للغة بأنها بدأت بجملة من الأبنية الصرفية الاشتقاقية وهو هيمنة بناء فاعل الذي يقول عنه علماء الكوفة من اللغويين والنحويين إنه فعل دائم بلحاظ تجدده بلحاظ استمراره زمناً بلحاظ تأثيره على المتلقي بلحاظ كونه ممتد إذا كان الإنسان يريد أن يكون مأسوراً على حد اللغويين أنهم يقولون إن بعض هذه الأبنية الصرفية تؤولوا بغير مشتق آخر وأنتم أعرفوا مني بذلك بحيث أني أستطيع أن أؤول كلمة قدير مثلاً بمعنى قادر وبالعكس هذا هو يسمى في الدرس الصرفي بالتأويل الصرفي للأبنية الصرفية بحيث أني أفهم معاناً جديدة للبناء فهو مأسور وأسير بحيث صارت البنية الصرفية في الطرف الأول من الناس وفي الطرف الثاني من الناس قابلة للتأويل وفهم معنى ودلالة جديدة تتضح فيها مزية أن الإنسان ينبغى أن لا يكون أسيراً ولا يكون مأسوراً في آن واحد فليتخلص منهما معاً بلحاظ آخر أخوة الأعزاء سادتي وأساتذتي الكرام النبلاء بلحاظ آخر أن في علم لغة الناص الذي يعد منهجاً تحليلياً ربما هو جديد قديم في دائرة التعبير اللغوي الآن أن في هذا الناص ما يسمى بالتوازي التركيبي أو التوازي الجملي أو التقابل الجملي فجملة الطرف الأول راكب الحروني أسير نفسه مكونة من مبتدئ ومضاف إليه والجملة الثانية التي هي تمثل النسج الثاني والمقابل الثاني للتعبير والمعنى الآخر الذي يُعكس على المعنى الأول الجاهل أسير نفسه فهي إفرادية وتلك مركبة وفي نمط التوازي التركيبي عند علماء الناس يقولون إنه ينبغي أن تكون في الأصل قاعدة مفادها أن التوازي والتقابل ينبغي تناظر الجملي فيه إذا كانت الأولى إفرادية فالثانية إفرادية وإذا كانت الأولى مركبة أو مضاف ومضاف إليه على تنوع الإضافة في علم اللغة وعلم الصارف وعلم الناح ينبغي أن تكون الثانية منها في تعبير الإمام كانت الأولى مركبة والثانية إفرادية لأن الجاهل واحد وإن تعدد والأول راكب الحرون ربما يكون نمطه تعدده مع يعني اعتذاري عن هذا الفهم الذي ربما يكون فيه نظر ربما يكون أقل من الجاهل في دائرة اللوم والعتاب والتقريع لذا كانت مهيمنة النص الدلالية وانفتاحه على المعاني الإرشادية واسعة بإمكاننا أن نفهم منها هداية رعاية أبوة إمامة إرجاعا إلى طريق الحق والاستقامة كان قوله عليه السلام من السهل الممتنع عودا على ذي بيد لأن الناس الذين خاطبهم أو الذين إياك أعني واسمعي يا جارة هم من الناس الذين يمكن في زمن النص بحاجة إلى هكذا مستوى من التعبير اللفظي بهم حاجة إلى هكذا مستوى من التعبير اللغة والدلالي بهم حاجة إلى هذه البساطة إذا صح القول من نسج الألفاظ وتعبيرها كان عليه السلام وريث أجداده في الفصاحة والبلاغة والبيان كان عليه السلام يتمثل في قراءة المتواضعة قول جده أمير المؤمنين عليه السلام نحن أرباب الفصاحة والبلاغة وعلينا تهدلت غصونها وفينا تنشبت فروعها فمن اللازم بمكان وهي هذه الفكرة المحورية للبحث الذي إن شاء الله يفتح آفاقا جميع من يبحث في أقوالهم عليه السلام حتى نعيدها إلى دائرة حتى نعيدها إلى دائرة الضوء اللغوي والتحليل الأكاديمي التعبيري هذا الذي يأخذ حالنا حال الذي يأخذ مقولات أخرى من نصوص فصيحة عالية أو متوسطة العلو في بلاغتها وجودة تعبيرها لدراستها لغويا أكاديميا من الطبيعي بمكان أن يكون الإمام الهادي والعسكري وعليه السلام في أقوالهم هم موتوننا للدرس والبحث والتنقير والتوقير لاستكناه المعنى ومعرفة الناس بمغزاه ومعناه ودلالته وما يمكن أن يدوم به الزمان والمكان كان لهذا البحث جمهور من النتائج اختزلت في خمس كان في طليعتها أن هذه المقولات ينبغي أن تحقق وأن توثق وأن تعارض وأن تقابل بغيرها مما قيل عن أئمة أهل البيت عليه السلام حتى نعرف وقع النعل على النعل مع التقدير والإحترام وهذا مقتبس حذو الكذا على الكذا لنتخلص من دائرة أو نظرية الاقتباس النصي في الدرس اللغوي من نظرية أو نظام التوظيف اللفظي أو التضمين اللفظي كما يعتاد شعراؤنا مثلاً في أنهم يضمنون الآية بنصها أو بمعناها لأن أهل البيت عليه السلام وكلكم يعرف والجميع يدري أنهم يقولون في كلامنا محكم ومتشابه لفظي ومعنوي فهو كالقرآن لأنهم من القرآن وآخر دعوايا وعذراً عن الإطالة أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وطوبى لي أني أقف عند أبي الفضل حاسراً وخجلاً في أن أقول في أحد أبناء عمومته ما لا يجوز لي ولا يباح وصلى الله مرة أخرى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وشكراً جزيلاً لحسن الاستماع وعذراً عن الإطالة والإسهاق شكراً جزيلاً لجناب السيد الدكتور حسام الياسري على هذه الإفاظة اللغوية أهلاً ومرحباً بكم ونفتح باب النقاش من سادة الفضلاء المتداخلون ونبتدئ بالسيد أم بالشيخ نبتدئ بآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد شرفني شرفني أن أتكلم أن أسمع وأن أجيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعاً في هذه القاعة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعم علينا جميعاً أولاً هي تساؤلات الأول أنا أسأل هل يريد الباحث أن يحكم استعمالات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لهذه الألفاظ مع دلالاتها على النظريات اللغوية والنحوية والصرفية التي سبقت هذه الاستعمالات هذا أول وثانياً قداسة النص فرضت على الباحث أن ينقل لنا الصورة الجميلة الإيجابية سؤالي هذا هل توجد إشكالات هذه مسألة جداً مهمة هل توجد إشكالات على هكذا نوع من الاستعمالات خصوصاً أنت تكلمت في أكثر من مساحة يعني مساحة دراسات في فقه اللغة في الألسنيات في الاستعمالات هذه الدلالات النحوية والصرفية فالسؤال هنا هل توجد إشكالات على هكذا استعمالات من أصحاب الفن شكراً لكم شكراً جزيلاً سماحت السيد على هذين السؤالين في محور التعبير اللووي والنص فأما السؤال الأول سيدنا الكريم وهو هل يباح لنا أن نحكم المناهج اللغوية أو التعبيرات اللغوية التي فرضت سابقاً على نص نعده مقدساً أنا هكذا فهمت السؤال في الحقيقة يوجد صراع معروف أيهما حاكم على الآخر النص القرآني نتجاوز نصوص أئمة أهل البيت باعتبارها نصوص مقدسة وكذا النص القرآني النص مقدس واضح الآن عندما توجد هناك بعض الإشكالات الموجودة في هذا النص وكما معلوم لأصحاب الإختصاص هل هذه الإشكالات تحكم على النظريات والقواعد الموجودة عند النحويين سابقاً أو بالعكس هذا الشيء أحسنت بمعنى أن لكل نص مقدساً كان أو غير مقدس نمط وطبيعة من الاستعمال والتعبير فيما فرضه اللغويون من آليات للتعبير ومناهج لتحليل النصوص وإمكانيات لكل ناص ينبغي علينا سيدنا العزيز أن يكون لكل ناص آلية ومنهجية تحل الإشكال فيه خاصة فيما يكون فيه الإشكال لغوياً على سبيل أن هناك قواعد للغويين أو للنحويين فرضت على النص المقدس قرآنياً كان هذا النص ومن قبل كانت الدعوة وما تزال إلى أن نضع للنص القرآني قواعد خاصة به كذلك الحال لنصوص أهل البيت التي صح صدورها عنهم لفظاً ومعنى ووقع فيها ربما من حسام عدنان إشكالاً في طريقة التعبير نكتة لغوية معينة ينبغي أن لا يسلط عليها وهذه الدعوة ينبغي أن تكون مستمرة حتى على كلامهم عليه السلام أن لا تسلط نصوص ومقولات لغوية سابقة على تعابيره من قبيل التعابير اللغوية المقدسة لذا ينبغي أن يكون النص هو يصنع قواعده هو الذي تستنتج منه القواعد سواء كانت نحوية صرفية من قبل من بعد لغوية معنوية ودأبت العتبة العباسية المقدسة بأساتيذها وملاكاتها العلمية أن تستقرئ كلامهم والتجارب كثيرة في ذلك أن تستقرئ وتضع قوانين لهذه المقولات بحيث ربما نبتعد شيئاً ما عن مقولات سابقة نسجت على أساس شعر على أساس نصوص غير القرآن وغير المقولات أهل البيت حتى نكتشف لهذه المقولات وهي فكرة في البحث أيضاً أن نكتشف لها معاني ربما كلمة الحرون في كلامه عليه السلام فيها تطور من المعنى والدلالة لم تسجلها المعجمات العربية هذا الذي تدور عليه الفكرة لأن لكل نص ومنه نصهم عليه السلام حكم وقاعدة وأسلوب تميز وتتميز به ولذلك كانت الفكرة أن نطرح نظاماً أو نظرية لنظم مقولاتهم عليه السلام عليه السلام أشبه بنظرية النظم لعبدالقاهر الجرجاني أو على منوالها أما السؤال الثاني فهو هل تمت إشكاليات على هكذا استعمالات سيدنا العزيز سيدنا العزيز هو بالتسليط المقولات التي ورثناها عن اللغويين رحمهم الله من علماء العربية الكاريم القدامى من الطبيعة أن نجد بعضاً من الإشكاليات أو بعضاً من خروقات هذه المقولات لكن هم الباحث سواء كان الجالس بين أيديكم الكريمة أو غيره أن ربما يتطابق أو يتعاقب أو يتجاوز لتثبيت المزايا والإيجابيات للتعبير اللغوي شكراً جزيلاً وعذراً لإطالة السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مالعزيز مصطفى مصر العاملي دكتور العزيز أجدتم بما أجبتم به سماحة السيد حول ما تناوله من أسئلة حول المضمون ولكن ما سأتحدث عنه يتناول الشكل وليس مضمون البحث طبعاً النفس تأنس عندما تستمع إلى حديث ليس فيه لح والأذن تطرب لذلك خلافاً لما يحصل أحياناً من خدش في أذن السامع نتيجة اللحن في القول هذا بناحية الشكل أما ما تفضلتم به فقد توقفت عند مفردة وردت في بداية كلامكم بلحاظ المعنى قلتم أقول ما لا أجيز فكيف أجزتم لأنفسكم أن تقولوا ما لم تجيزوا أحسنت الشيخ أعزك الله ولا أدعي أنه من باب التواضع بقدر ما أني لا أمتلك الحكم القطعية في أنه قال كذا فظني وحكمي ظني في كلامه فلا أجيز لنفسي متواضعاً وأنتم أساتذة الكرام جميعاً وشرف لي بينكم أني أقول في كلام الإمام ما كنت أحتمله وكله احتمال خاضع للأخذ والقول والرد عزك الله شيخنا الكريم وأعتذر عفوا الجنال دكتور كريم أستاذنا الدكتور دكتور كريم عفوا أبيكم شيخي أذكر الأستاذ الدكتور تلميذك دكتور تلميذكم بارك الله فيك على هذا التقديم الجيد واللغة الجيدة لدي عدد من التساؤلات وإجابة عن استفسار السيد من أن النصوص هل تحكم فيها القواعد أم أن القواعد هي التي تتحكم في النصوص أقول أن النص القراني ونصوص الأئمة عليهم السلام هي التي تكون أساسا لبناء القواعد النحوية واللغوية لأنهم أصحاب الفصاحة ولأنهم هم الذين ينطقون بالحق ولا يدانيهم أحد في نصوصهم هذا في الإجابة المختصرة عن هذا الاستفسار أما فيما يتعلق بالبحث فكنت أتمنى من الأستاذ الباحث أن يكثر من الأنثلة والشواهد من كلام الإمام لكي يكون التعبير تعبيراً واسعاً ومتنوعاً أما أن يبنى البحث على نص واحد أو مقولة واحدة فهذا قد يخل في البحث الجانب الذي تحدثت عنه بعصر الاستشهاد ذكرت مثالاً له ابن جني ابن جني لا يعاد مثالاً للاستشهاد بعصور الاستشهاد لأنه ليس شاعراً أو ناثراً أو أديباً وإنما هو رجل أعجمي وهو باحث وليس بشاعر أما نظرية النظر فأعتقد أن نسبتها إلى الأئمة المعصومين نظرية النظم هي اجتهاد في دراسة النص القرآني منسوبة إلى عبد القاهر الجرجاني أما المعصومون فأقوالهم هي التي تنطبق عليها هذه النظرية أو غيرها من النظريات فيما يتعلق باسم الفاعل اسم الفاعل لا يؤول حبيبي الأستاذ الدكتور وإنما يقوم اسم الفاعل مقام غيره يعني يقوم مقام اسم المفعول الصفة المشبهة وغير ذلك من المشتقات وردت لديك كلمة أحببت أن يستفيد الحاضرون منها وهي تتكرر كثيرا وهي كلمة يستقرأ استقرأ غير صحيحة وإنما نقول يستقري باليال والمصدر فقط هو المهموس وشكرا حسن شكرا جزيلا أستاذ كريم دكتور كريم حسين ناصر الذي أتشرف بأن أكون تدميذه ولما أعزل وفي الواقع أني على حياء أن أجيب أو أرد عليه مع رغبتي في أن يسمح لي أن أجيب بإيجاز بإيجاز كلامه دقيق وهو حاكم علي علميا وهو أستاذي في أن اسم الفاعل وأبدأ من الأخير أن اسم الفاعل أن اسم الفاعل لا يؤول وإنما ينوب عن غيره من المشتقات هذا الأصل وربما في نظرية عبد الفتاح الحموز التأويل النحوي في القرآن أن أسماء المشتقات قد تؤول فقدير بمعنى قادر وإن اختلفت الآراء فالأصل ما قاله أستاذ والكبير دكتور كريم نظرية النظم لعلي أخطأت في التوصيف هي ليست للأئمة عليهم السلام قلت إن للأئمة أقوالا هي بحاجة إلى نظرية نظم كالتي وهنا كنت مخطئا وضعها عبد القاهر الجرجاني نظرية لفهم مزايا التعبير القرآني فما دام أن كلامهم هو القرآن مع اختلاف التعبير واللفظ أحيانا وللقرآن نظرية نظم كانت سبيلا لبيان وإثبات إعجازه لغويا فيمكن أن نضع لكلامهم نظرية نظم اقتباسا وفي السؤال أن ابن جني لا يعد مثالا نعم هو متأخر وهو باحث لكن ما هو علم مشهور أردت أن أستدل به وللسادة حق الخمس في الوقت مع أني لا أبيح لنفسي ولا أقدر أن أتجاوز الوقت شكرا وامتنانا وعفرا تجاوز الوقت وبالتالي كان هذا على حساب المتداخلين فضلا عن أن الميسرة أشارت بأني منحاز إلى الميمنة فأستميح الميمنة والميسرة عذرا بأني سأنهي المداخلات ومن يريد أن يتداخل فبعد الجلسة مع الباحث الوقت موفور إن شاء الله شكرا لجناب السيد الدكتور حياة الله أهلا ورحبا البحث الثاني بعنوان تحديات الفكر المتطرف في زمن الإمامين العسكريين عليهم والسلام استراتيجيات للتصدي والتأثير الإيجابي لسماحة الشيخ حسين محسن علي سلوم من العراق فليتفضل بارتقاء المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد نعم جناب الدكتور تفضلوا بإجاز سيرة ذاتها فضيلة الشيخ حسين محسن علي التميمي طالب علم في الحوزة العلمية مرحلة البحث الخارج في مدرسة دار العلم الدينية التابعة العتبة العباسية المقدسة وهو باحث ومؤلف في مركز الدراسات والمراجع العلمية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ولديه العديد من المؤلفات منها الشموس الصاطعة السيدة خولة بنت الإمام الحسين عليه السلام العقل الجمعي الأسرة النموذجية مشتغل في التدريس الحوزوي في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الدينية في كربلاء المقدسة كتب العديد من المقالات القصيرة في نشرتين الكفيل والخميس الأسبوعيتين عمل في مجال تحقيق المخطوطات ولديه العديد من المشاركات البحثية في عدد من المؤتمرات المحلية أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ التمس من الشيخ بأن يلتزم بعشرين دقيقة فقط إن شاء الله موفق حياك الله اللهم صلي على محمد وآل محمد السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والأسماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتوجه ابتداء بالشكر الجزيل إلى العتبة العباسية المقدسة المتمثلة بالمتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي دام توفيقه وإلى الأمين العام وإلى مجلس الإدارة الموقر مع التحية والإكرام والحب والسلام في الحقيقة إن ميزة كل باحث هو الباحث بالمادة العلمية اللي يتمتع بها مثل العلوم القرآن واللغة العربية والتاريخ وغيرها وفي الحقيقة إن أهم المطالب هذا اليوم هي سيرة التاريخ وخاصة سيرة التاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأنها الكاشفة عن كل الحقائق والكاشفة عن كل الأفعال وخاصة عند دراستي لسيرة التاريخ أهل البيت عليهم السلام أرى أن أهم وقفه مع سيرة الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أرواحنا لهم الفداء من جنبتين الجنبة الأولى هي جنبة المشابهة التاريخية المعاصرة لحياتنا الآن والجنبة الثانية هي جنبة الإبتلاءات والامتحانات التي موجودة في ذلك العصر والمستمرة إلى أصرنا الحالي مثل الإنحراف الفكري والتطرف الفكري وغيرها من الإشكالات والتشكيكات التي تمارس إلى يومنا هذا وفي الحقيقة الباحث تحديات الفكر المتطرف في زمن الإمامين العسكرين عليهم السلام راجعت كتب كثيرة وعلمائنا الأعلام حفظهم الله ورحم الله السابقين كتبوا وألفوا موسوعات كثيرة مهمة جميلة وفكر نير لكن لم أجد كتاب أو محتوى فكري أو بحث يعاصر أو يربط مع زماننا هذا من خلال البحث والتحليل بين رواياتهم الشريفة وأصرنا الحالي والحقيقة الأخرى أني واجهت وشفت بأن حياة الأئمة العسكرين سلام الله عليهم مرتبطة ارتباط ومشابهة كثيرة جدا مع دور المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى الإمام السيد السستاني حفظه الله فبحثي كالآتي إن شاء الله باختصار دكتورنا يمثل منهج أهل البيت صلوات الله عليهم ومنهم الإمامين العسكرين عليهم السلام المنقذ من الظلال المعرفي القيمي كونهم عدل القرآن الكريم وكل ما جرى في حياة الأئمة عليهم السلام فهو موجود في الكتاب وعلاجاته أيضا في نفس الكتاب ولكن الكتاب لا ينطق إذ استنطق يحتاج إلى ناطق يعالج انحرافات بشكل يتسق مع مناهج تفكير الناس في العصر الذي عاشه ويصلح إلى باقي العصور ومن سبر طريقة العلاج للإمامين العسكرين عليهم السلام يجد يؤكد على العلاجات الأولويات المتمثلة بالجانب النظري العملي العقائدي في مباحث التوحيد مع الزنادقة وغيرهم من الاتجاهات الفكرية التي كانت تتبنى مناهج مخالفة لمناهج ثقل القرآن الثاني وأيضا أرسل الأئمة الهدات مقامات النبوة الحق مع الفرق والملل التي كان لها حضور تشكيكي في الساحة الفكرية للمجتمع الإسلامي ومثلت فتنة خلق القرآن أحدى ركائز إشغال السلطة للمجتمع لخلق البلبلة بين أوساط آلجها الإيمان بالسهل الممتنع الذي يستوعبه العقل البسيط والعقل الكبير بنفس الحجة ولم يفت الإمامين عليهما السلام خلق قاعدة علمية تنقل موروث أحاديثه وأحاديث آبائه وتتفهم ورادات محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآلي محمد وفق منهجية أصل لها أهل البيت في أحاديثهم الشريفة ويمثل الخزين العلمي لحل الإشكالات لكل ما يطرع على الأمة من وقائع ومستحدثات يحتاج المجتمع إلى تقنين شرعي لها ولم يفت الأئمة والأئمة سلام الله علم تأكيده وترسيقه عمليا على الجانب الأخلاقي الذي يمثل بعدا سننيا أكد عليه القرآن الكريم في كيفية سقوط الأمم والجماعات في حال ابتعادهم عنه أن التصور الذي يحمله من الطلع على سيرة الإمامين عليهم السلام يجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مطلع ومتابع لجميع ما يحدث في الواقع الاجتماعي وهذه مشابهة للمرجعية في الواقع الاجتماعي وكانت علاجاته تشمل أبعاد تتعدى الحلقة الزمانية التي عاشها إلى يوم وإلى ظهور ولده الشريف الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يؤسس إلى تقويم كل أعوجاج أصابت دين الإسلام القويم وينقسم بحثنا إلى مبحثين ففي المبحث الأول التعريفات اللغوية والاصطلاحية والتأسيس الفكري للإمامين عليهم السلام حيث يكون المطلب الأول تعريف الفكر والإنحراف لغة واصطلاحا والمطلب والمطلب الثاني حركة الإمامين الهادي والحسن عليه السلام في التصدي للإلحرافات الفكرية إذ تعرض الإمامين بهذه القضية إلى فتنة خلق القرآن أي رسالة الإمام الهادي إلى الأصحاب ينصحهم بعدم الجدال الذي لا يغني عن شيء وكذلك الإمام الحسن عليه السلام يحل قضية إجابته الإمام العسكر عليه السلام إجابة شافية وافية في قضية خلق القرآن ومن ثم نعرج إلى المبحث الثاني الإمام العسكري والإمام الهادي صد شبهات الانحراف وتعصيد الفكر الإسلامي الأصير في الأصر الحديث المطلب الأول صد شبهات الانحراف في المجتمع الإسلامي حيث الإمام الهادي ينصح وينهي وينبه الاجتهاد الزائد الخارج عن إطار الدين والأخلاق ومن ثم الإمام الحسن العسكر عليه السلام والرجل النصراني الذي ابتدع في الاستسقاء والامطار السماء حيث ذب الشك والريب في قلوب المجتمع وحلها الإمام الحسكر عليه السلام بحل سني وحل عقلاني وحل أخلاقي كذلك وكانت الخاتمة والنتائج التي وصلت إليها الخاتمة اجتملت على النتائج الأولية والنتائج البحثية بعدها أولا تبين أن الفكر المتطرف ليست ظاهرة جديدة بل كانت تحديات مماثلة قائمة في زمن الإمامين عليهم السلام وقد استخدم الإمامان استراتيجيات متعددة للتصدي لتلك التحديات ومواجهات الفكر المتطرف ثانيا أظهرت الدراسة أن التأثير الإيجابي يلعب دورا حاسما في مكافحة الفكر المتطرف فقد كان للإمامين عليهم السلام تأثير كبير على المجتمع والأمة من خلال تعليمه من قيم الإسلامية الحقيقية وترسيق المفاهم السلمية الدينية طبعا اجتمل على نقاط ونتائج وتحليلات وكذلك مطالبة بدراسات ودمج بعض التعليمات التي اجتملت البحث بها أما النتائج أولا يمثل أهل البيت عليهم السلام المعيار الكل الأتقن في مقياس ما يصلح أو ما لا يصلح من الأفكار التي تستجد على الساحة الإنسانية في نتاجها الفكري والإصلاحي والأنجع في علاج الأزمات والانحرافات التي تقع في نفس الإنسانية أفراد وجماعات وهم الركن الثاني مع القرآن في وجوب الاعتصام وبهم اللجوء لأحاديثهم في حل المشكلات التي تقع في المجتمع الإسلامي أو تستهدفه ثانيا الإمامين العسكرين عليهم السلام يمثلان حلقة من حلقات توجيه العقل الإسلامي في صناعة العقل السوي الذي تتسق رؤواه مع الحكمة الإلهية لصناعة الإنسان المتكامل وبناء قدوة صالحة نموذجية الأمثل في المجتمعات الإسلامية بعيدا عن التطرف السلبي ثالثا من يطالع تاريخ يشهد أن الإمامين عليهم السلام لديهم الطلاع ومتابعة شاملة لجميع ما يعدد في المجتمع وكانت إعلاجاتهم تحتوي على أبعاد تتجاوز الفترة الزمنية التي تعاشوا وانتمتد إلى ظهور القائم الذي يؤسس لتصحيح كل الإعرافات التي أصابت الدين الإسلام القائم واليوم النقطة الرابعة والمهمة اليوم المرجعية العليا تنتهج نفس منهجية العسكرين عليهم السلام من حيث رفض المعتمدين في إرجاء العالم للعمل من تقليل الضربات الفكرية والتصدي للشبهات العالمية على الأمة وعدم الافتقار للسؤال والجواب وهذا ما انتهجه الإمام الهادي والإمام العسكري من فتح مدارس ومعتمدين وصل أحدهم إلى الغرب وأفريقيا خامسا لا بد من النظر والدراسة في إجابات الإمامين عليهم السلام العلاجية للمجتمع في ذلك الوقت مع دمجها للوقت الحالي والخروج بعدة نتائج إيجابية ودعمها لعصرنا الحالي سادسا مكافحة التطرف عبر الأنترنت يجب مراقبة ومكافحة النشاطات المتطرفة على الأنترنت وتعزيز الوعي بمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الأفكار المتطرفة يمكن توفير برامج توعية وتدريب للشباب لمساعدتهم على التعامل مع المحتوى المتطرف على الأنترنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلقي محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعزرا للإطالة اللهم صلى على محمد وعلى محمد شكرا جزيلا جناب الشيخ على هذا الإيجاز والإيضاح وأيضا نفتح باب المداخلات لثلاثة مداخلات فقط نبتدي بالشيخ تفضلوا جناب الشيخ شكرا لشيخنا الفاضل جزيكم خيرا على طابقكم جزاكم الله في خير ونسأل من الله أن يثبت ذلك في صحيفة أعمالكم جزاكم الله في خير هل أن الأنوان المكتوب هو أنوان مقصود لكم بشكل دقيق أو تسامحي لأن لكل كلمة ترد في الأنوان لوازم حسنت فإن كان هو أنوان تسامحي فأنا ما أتكلم وإذا كان لا مقصود لكم على نحو الدقة فأعلق على ذلك حسنتم سمحت الشيخ ربي يحفظكم جزاكم الله في خير ملاحظة جميلة ومهمة أيضا البحث عنوانه يعني ناقشته في البحث موجود بإذن الله تطلعون عليه بإذن الله تعالى نعم ناقشته لإيجابيات والسلبيات والاستراتيجيات وحالة التطرف والفكر وغيره كان ينبغي أن ينعكس ذلك على نتائج البحث التي ذكرتموها أحسنتم ليست كل النتائج أحسنتم لا لا شيخان العزيز يعني ذكرتم نتائج عامة لا تتعلق بالألوان عن أهل البيت سلام الله عليهم سلام الله عليهم هذا بشكل عام أما خصوص ما أنجزه الإمامان العسكريان سلام الله عليهم بخصوص هذا الموضوع هذا لم يطرق سمعي ولعلي في صمم أحسنتم سمحت الشيخ ملاحظة مهمة جزاكم الله ألفي خير نعم إذا كان هناك مداخلة أخرى نعم سمحت السيد شكرا لسماحات الشيخ على هذه المعلومات الجميلة جزاكم الله ألفي خير والمداخلة حقيقة مرتبطة في التعبير تعطلت شوي أريد أن تخب كلمة جميلة للتعبير لغة الجزم في البحوث أنا أعتقد لغة غير محبدة تفضلت في مقدمة بحثكم أنكم لم تجدوا بحثا كتابا كاتبا حاول أن يربط بين روايات أهل البيت سلام الله عليهم والواقع المعاصر أنا أعتقد الأمر ليس بعزيز هذا مؤتمرنا الآن مؤتمر الإمامة والنبوة لعل كل بحوثة هي محاولات جادة لربط هذه الروايات الشريفة بالواقع المعاصر فأعتقد هو غير مقصود من جنابكم يعني انتخاب الكلمات مسألة جدا مهمة أنا عجبني جدا مسؤول قسم التربية عندما اتحدث الآن قال لأغراض تنظيمية قدمنا أربع بحوث بينما في ماكن أخرى لا قدمونا عشر بحوث رفضنا خمسة هذه كلمات المرات مهمة جدا في الانتخاب والتعبير فأعتقد هي غير مقصودة وحتى علماءنا الأعلام يرون عندما يعبرون وقيل ويمكن أن يقال يحاولون قدر المستطاع أن يعطون مجال وفسحة للباحث لأنه لا يوجد باحث يغلق باب البحث من خلفه ويقول أنا لم يأتي بحث بنتائج جديدة في هذا الموضوع شكرا لكم سيدنا نقول لكم العفو شوية يعني معرف أنا ما قلت نتائج جديدة أو غير شيء أنا تكلمت من جانب العصر الحالي ربط استغلال روايات أهل البيت على الواقع المعاصر نشوف الحلول اللي وضعها أهل البيت الأئمة عليهم السلام مرة يستخدمون العاقل مرة يستخدمون القرآن مرة يستخدمون الأخلاق ياريت أن تكون هذه المحاولات مكتوبة العلماء كتبونا مثل سماعة سيد محمد القزويني وغير من العلماء الأعلام لا أنكر فضلهم أنا ذكرت أنهم كتبوا أسسوا يعني صدرة موسوعات من أيديهم الكريمة لكن اليوم نحتاج الربط يعني أثر أثر واقعي مع الشاب مع المجتمع أربط الشاب مع الإمام من خلال التحليل الروايات وربطها مع الواقع المعاصر أنا هذا قزني الله يحفظكم إن شاء الله جزاكم الله ألف خير وملاحظة جميلة رحم الله وعديكم سيدنا العزيز يبدو أن لا مداخلة أخرى ولا يراد من هذه المداخلات والأسئلة إلا لأن تقوم وتقيم وتجعل البحث مستقيما على جادة العلم وتغنيه ليظهر بأبهى صورة وأحسن حال شكرا لسماحة الشيخ على هذا البحث جزاكم الله خير البحث الثالث المعنون أثر روايات الإمام الهادي عليه السلام بالعلوم القرآنية والتفسيرية للدكتور سعد عبد الحمزة غزيوي العراقي المغترب في الدنمارك فليتفضل لاعتلاء المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وأهل محمد اللهم صل على محمد أهل محمد تفضل جناب الدكتور بإجازة سيرة السيرة الذاتية للباحث الدكتور سعد عبد الحمزة غزيوي الجبوري أكمل دراسته الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدارس منطقة الحمزة الشرقي التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة بغداد عام 72 وتخرج منها في عام 76 عمل في تدريس اللغة العربية وآدابها في عدد من المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية العراقية في عام 85 حصل على شهادة الماجستير من كلية الآداب جامعة بغداد قسم اللغة العربية وفي عام 88 التحق مرة أخرى بكلية الآداب جامعة بغداد لدراسة الدكتورة إلا أن مشاركته في الانتفاضة الشعبانية عام 91 حالت دون إتمامه لدراسته عاش لسنوات في المهجر بدولة الدنيمارك وبعد سقوط نظام الطاغية عاد إلى كلية الآداب جامعة بغداد وأكمل دراسة الدكتورة في النقد الأدبي مارس التدريس في الكلية التربوية المفتوحة في محافظة القادسية لحين تقاعده ساهم في تقويم العديد من البحوث العلمية ولديه عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة أهلاً ومرحباً جناب الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الأمة ورسولها محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين الأخيار السلام عليكم أيها الحضور الكرام جئتكم من الدنمارك من شمال أوروبا لأتشرف أولاً بالزيارة لإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل عباس عليه السلام وقبل زيارة وقبلهما زيارة أبيهما الإمام علي عليه السلام وفي النية التوجه إلى زيارة صاحب هذه الجلسة المباركة وأبنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام ولكي أحظى ثانياً برؤية هذه الوجوه العلمية المبدعة ثم لألقي على مسامعكم بحثاً حول فكر الإمام عليه الهادي عليه السلام وقبل كل شيء ألتمس رئيس اللجنة أن يمنحني دقيقة واحدة أثني بها على العتبة العباسية وقبل كل شيء أجد من الإنصاف أن أوجه التحية والإمتنان للعتبة العباسية المقدسة ممثلة بمتوليها الشرعي وجميع العاملين فيها لالتفاتتها الرائعة نحو حملة شهادات من العراقيين في الخارج فأنا مثلاً عندما اتصل علي أحد الأخوان تلفونياً لم أسمع كثيراً بمثل هذه المبادرات العلمية بالرغم من اهتمام المتواصل بالثقافة العراقية لذا أرجو وأدعو الأخوة العزاء المسؤولين عن الشؤون العلمية في بدل المزيد من الجهود التي تهتم بالأكاديميين العراقيين في الخارج وأن تتسأ الرؤية للاستفادة من الأفكار التي تأثروا بها من خلال وجودهم من خلال وجودهم في تلك البلدان وخاصة في المنهج وشكراً هذا البحث بحثي يقوم على تقصي الجهود الفكرية للإمام علي الهادي عليه السلام في حسم الصراعات الكلامية التي كثر تداولها في زمانه والتي شقت وحدة المسلمين وأقلقتهم فسالت بسببها دماء كثيرة وأصل هذه الخلافات يعود إلى الاجتهادات الكلامية الفكرية المتناظرة والتي دارت في أغلبها بين المعتزلة بوصفها طريقة عقلية في الفهم والأشاعر بوصفها طريقة نقلية في التعليل والفهم فضلاً عن المشكلة الكبرى التي ابتلي بها مذهب آل البيت والمتمثلة في انتشار أفكار الغلاة والانحرافات العقائدية والتي ما تزال إلى يومنا هذا نعاني منها جهود الإمام الإمام علي الهادي عليه السلام في حسم الصراعات الكلامية السائدة في هذا الموضوع أو في هذا المبحث الكبير نتناول قضيتين القضية الأولى هي محنة خلق القرآن والتي ذكرها الشيخ قبل قليل مشكوراً وقضية الحوار الكلامي في قضية الجبري والتفويق وللإمام رسالتان مهمتان في هذين الموضوعين فكتب الإمام إلى الشيعة بعد أن سئله عن قضية خلق القرآن فقال إن كلام الله عز وجل إنه كلام الله عز وجل عن القرآن وليس الخالق إلا الله سبحانه وتعالى وما سواه فهو مخلوق والقرآن كله كلام الله لا تجعل له إسماً من عندك فتكون من الظالين وأعتقد الكلام واضح ولا يحتاج إلى التعمق أو التدقيل الشيخ قبلي ذكر بأن الإمام وصف قضية خلق القرآن بالجدل وأنا أو أيده لكنني لابد أن أبحث وأحفر في الجدل وأيضاً ربط الجدل بالبدعة ولا بد لي أيضاً كباحث أن أحفر وأبحث في البدعة لأرى عمق الفكر الإمامي في مثل هذه الموضوعات فلو تأمننا قول الإمام وفقاً ووقفنا بتدبر عند كلمة جدل نتفحص معناها اللغوي لنفهم قول الإمام بدقة أكثر فالجدل في اللغة جادله خاصمه والجدل شدة الخصومة وشداد الخصومة والمجادلة في علم المناظرة هي المناظرة لا لإظهار الصواب وهذا مهم هي المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصوم والنيل منه الإمام الإمام هنا في كلامه في اختيار كلمة جدل كان دقيق جداً دقيق جداً ومن هنا تتفتح لنا الدلالات العامة لقول الإمام حين نفى الجدل عن القرآن ووصف هذا الجدل بالبدعة لأن كتاب الله الذي هو هدى للناس يتسامى عن أي حوار غير مثمر وخاصة عندما يكونوا جدلياً فوصف الإمام بأنها انشغال المسلمين بأنها بها بأنها بدعة ينبغي أن نعرف أن البدعة في اللغة تعني إنشاء الشيء على غير مثال وهذا واضح يعني ونقول ابتدعت حجته أي أبطلت أو أبطلت ومن هنا نستشف من وصف الإمام لهذه الموضوع الكلامية بالبدعة أنها تقوم على مسوغات باطلة بل سعى رواد هذه الفكرة أي المحنة إلى تعميق الحوار الجدلي الصفصطائي الذي لا فائدة التجاه منه أن المتحاورين في هذه القضية لا يسعون في مناظرتهم أو مناظراتهم الجدلية إلى الاجتهاد وفق منطق الصواب بل عمدوا إلى إلزام الخصم بما يفتعلونه من أفكار جدلية لإظهار تفوقهم عليه وألزامه تعسفاً بما يطرحونه أن الخوضة والجدال فيها كبدعة بمعنى لا فائدة من المجهود الكلامي الجدلي ولا ثمرة ترتجى من بدعته ولذلك يوضح الإمام رؤيته لآليات الجدل الكلامي وبدعته حين لفت النظر إلى وصف السائل والمجيب في حوارهم الجدلي حول محل القرآن بأنهما يخوضان في وهم لا حضور للتفكير العقلي والمعرفي فيه فالسائل كما يصفه الإمام تعاطى ما ليس له بمعنى أنه انشغل في التداول في موضوع لا يفهم من إيجابيات معطياته وسلبياتها شيئاً ولا يمتلك الأدوات العلمية التي تسهل له منهجية الخوف في مفرداتها إذن السائل يسأل من أجل تعظيم المصطلحات أو مصطلحات السؤال وبما يوحي أنه يجهل حصيلة ما يجادل به من محنة القرآن لذلك فهو في سؤاله غير متمكن من إنتاج أفكار أما المجيب فليس أكثر حظاً من السائل حيث كلف نفسه الخوض في حوار جدلي لا طاقة له بمعرفة تفاصيله وكل هذا الذي دار في محنة القرآن يتمثل في الجدل حول تاريخية القرآن التي ليس لها صلة بما يخدم الجهود العلمية للدراسات القرآنية الدراسات القرآنية الناضجة المفيدة العلمية هي التي تنبع من لغة القرآن هي التي تحفر في لغة القرآن وتستخرج لنا الأفكار العلمية التي نستفيد منها أما أن نأتي بأفكار وآراء من خارج الفكرة ونفرضها تعسفا على النصر القرآني فهذا أمر لن يكتب له النجاح وهذا ما توقعه الإمام وفعلا الآن لا وجودة لقضية خلق القرآن وأنا فاتني أن أذكر قضية خلق القرآن أو أعرف بقضية خلق القرآن بأنها المعتزلة قالوا أنه محدث والأشاعر قالوا أنه قديم وطبعا هو في قول في قول قرآني أنه كتاب محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أيضا هذه من الأشياء التي أستشهد بها الإمام كمت بعد عشر دقائق خوش إذن قول الإمام عليه السلام بعد أن عرض بعد أن عرضنا قضية خلق القرآن لعلمنا نفيد الإشارة إلى أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله وهو بهذا يتفرد بخصوصية مقدسة في إنه إنتاج إلهي غيبي يرتقي بسياقاته اللغوية التي أدهشت العرب الأوائل وحملتهم على الاحتراب بأنه لسيج لغوي خاص حيث أضح الإمام الهادي عليه السلام ذلك حين نبه والقرآن كله كلام الله لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الظالين أنا يعني أعتذر لدي فيه كلام أنتقل إلى الموضوع الآخر والموضوع الآخر الحقيقة هو أكثر تعقيدا وفيه أشياء كثيرة ويستحق أن يكتب عليه أعتقد أحد الباحثين كاتب عنه بس أنا سأتطرق لجوال منه موقف الإمام الهادي من قضية الجبر والتوفيض لقد تعقدت الخلافات الكلامية حول الكثير من الأفكار الدينية التي صارت موضع حيرة وارتباك ومن بينها قضية الجبر والتوفيض ومبدأ الأمر بين الأمرين فقد سؤل الإمام الصادق هل أجبر الله العباد على المعاصي فأجاب هو أعدل من ذلك فقيل له فهل فوض لهم فهل فوض إليهم فقال هو عز وقر لهم من ذلك وكلام الإمام الصادق عليه السلام يستحق حقيقة التأمل والبحث لكن بما أن البحث يدور حول الإمام الهادي أنا حاولت بس أعرضه لكنه في حقيقته يشير إلى العدل الإلهي وهذه نقطة مهمة فلو تحدثت عن العدل الإلهي وبحثت في هذا القول الذي قاله الإمام الصادق ربما يعني يحتاج مني أكثر والبحث لا يحتمل للتطويل بعدين وأن الله عز وجل لا يمكن أن يجبر العباد أو يجبر العباد على المعاصي ويعاقبهم عليها ولو فعل ذلك شأنه لوصف بالظالم حاشا لله وهذا يتنافى تماما مع الآيات القرآنية الكثيرة التي تقول ولا يظلم ربك أحدا وأن الله ليس بظلام للعبيد أما التفويض الذي أبطله الإمام الصادق فهو القول إن الله تعالى فوض العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم وقد رد الأئمة الأطهار في هذا على قولهم لو فوض لهم من جهة الإهمال لما كان لزاما له مختاره واستوجبه من الثواب ومن العقاب فمن زعم إنه تعالى فوض أمره ونهيه إلى عباده قد أثبت عليه العجز وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير وشر لعل ما زعم إن الله فوض إليه لأن المفوض إليه يعمل بمشيئته وعندها يكون من أهل من أهل هذه الآية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا أشكرا بيطور خزي في الحياة الدنيا الأمر الآخر أن العدل الإلهي في تكريم الإنسان الذي التزم بتعاليم كتاب الله سيصبح في مهب الريح أما في معيار التفويض الذي يفترض أن الله سبحانه وتعالى فوض عباده القام بأعمال تبعا لمشيئتهم في الإنحدار نحو الباطل فهذا أيضا كلام لا تستقيم يعني صحته لأننا لدينا آيات قرآنية كثيرة فيها تحذير وفيها نئي هنا يستعين الإمام يعني العجيبة هذه الرسالة غريبة عجيبة الإمام استعانى بالإمام علي بن أبي طال بقول الإمام علي مطال واستعانى بقول الإمام موسى الكاظم واستعانى بقول الإمام الصادق طبعا أسس على قول الإمام الصادق هناك خمس نقاط ذكرين الإمام الصادق لأنها لا تخص البحث يعني تحتاج بحث منفرد منفرد تحتاج تماما وأيضا استعانا بقول الإمام الرضا وجاءت هذه الرسالة مكتملة لعلوم الأمام أرجو أن أوفق في ذكرها بسععة مثلا الإمام علي شيقول عليه السلام أمر أن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا هذا الكلام يوحي بأن حرية الاختيار في تنفيذ الأمر الإلهي أو الالتزام به تبقى حرية محددة محددة بوجود النهي التحذيري هذا قول الإمام علي عليه السلام بعدين هنانا الإمام الهادي حتى يثبت أنه المصطلح العقلي الموجود بالمنزلة بين المنزلتين يعني الإمام الصادق هو اللي اقترحه فهو يقول الإمام يقول في خلق التوازن والإطمئنان داخل الإرادة التي يقررها البشر بشر حيث قال إن الله عز وجل خلق الخلق بقدرته وملكهم الاستطاعة الاستطاعة هنا مصطلح مهم جدا في هذا الموضوع ملكهم الاستطاعة في تعبدهم وأمرهم ونهاهم بما أراد والاستطاعة ولنا أن نشتهد في تبجيح دلالات الاستطاعة بأنها القدرة والطاقة فعلا القدرة والطاقة إذا كانت موجودة رب العالمين يعني يناسب أو يعقد موازنة ما بين هذا وهذا فالمريض مثلا لا يتحمل أو لا يحاسب كالسليم وكذلك هناك كثير من الاعتبارات الأخرى وبعدين دقيت من كل البحث لدي قول سريع في قضية المصطلح هذا البحث أفرزنا مصطلحات مهمة وأنا يعني حقيقة حاولت أن أشتهد فيها ليست بمفردي وإنما أستعنت بغيري وثبتت ذلك في الهامش المفردات التي أفرزها هذا البحث مصطلح القضاء والقدر والمشيئة والإذن والإرادة وكل هذه المصطلحات تحمل يعني بحوث فلسفية كبيرة مثلا القضاء القضاء هو شبيه بالقضاء اللي الآن القضاء هو الحكم هو الحكم بعد أن تتوفر كافة الإجراءات والأمور المتوفرة يعني حول القضية يأتي الحكم وهو حاسم هو الإمام يقول حاسم وبالإمضاء القدر هاي هنا شوية يريد لها فدوقفة أرجو أن يعني أوفق في نقلها وإذا قلت لي الدكتور حيدران حاضر ترهيس يجب غراض وأطرح القدر هو المقدرات المقدرات يعني القدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وهو الوجود وقوانينه كافة يعني ماكو شيء في هذه الدنيا ما مقدر من الله سبحانه وتعالى يستحيل ماكو شيء يعني ماكو شيء حركة النجوم حركة البشر الأمراض كلها مقدرة يبقى ماذا يبقى أن نجتهد نحن كبشر لدينا عقل ونفهم هذه المقدرات بالمعرفة بالمعرفة أن نجتهد فيها بالمعرفة يعني الطبيب إذا اجتهد بالمعرفة وفهم مقدرات المرض رح يقل الموت عندنا ورح يزيد عمر الإنسان لأن المقدر الله كاتب كل هذه المقدرات كلها كاتبها الله سبحانه وتعالى ذاكرها ويبقى من عندنا أن نجتهد في هذه المقدرات فالقدر فهم غير الفهم السائد يعني أرجو أن ولدينا يعني أكثر من آية تثبت ذلك وكل شيء عنده بمقدار والذي قدر فهدى يعني كثير من الآيات التي تثبت تبقى القضية العويصة واللي أشوف هاي يعني هاي مهمة لازم أنا أقولها ولو دقيقة دقيقة تير يعني مثلاً الإمام علي عليه السلام من راجي يطلع للشام سئل أحد الناس قال قال هذا يعني خروجنا للشام قضاء وقدر قال نعم لكنه استدرك الإمام وقال إنه قدر إنه يعني إنه ليس قدر أو ليس قباء يبدو أن الباحث لكونه ساكناً في الدنيوارك فهو متعطش لكلام مع بني جلدته وقد كان واضح في كلامه بأنه مشتاقاً لهذا الحديث فقد أوفى ما قدم وبالتالي وصلت الفكرة للحاضرين إن شاء الله ونفتح باب المداخلات من السادة الحاضرون نعم جناب الشيخ نفتدأ بالشيخ الذي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم الدكتور الفاضل جزاء الله خليه جزاء حقيقة يتناول قضيتين وهاتان قضيتان لحد هذه اللحظات تدرس في الحوزة العلمية في مجال عقاد يا ريت يعني طبعاً يعذرني دكتور خليجزاء وتكل وبذلج ولكن ريت تعريف البدعة كان يكون في كل اصطلاح يعني هو أعتقد يمكن ذكر أنه تعريف البدعة إن شاء الشيء على غير مثال يمكن أن أعتقده لكن بصورة دق اصطلاحاً البدعة اتخار في الدين ما ليس من الدين هذا الأمر أمر الثاني اللي تفضل بي أنه الإمام ذكر أنه لا ثمر من هذا الأمر فالأسطلاح اللي ده وجهه دكتور هل قصد يعني مجهد الإمام كلام الإمام إمام الكلام لكن هل قصد فقط في عصره أنه هذا لا ثمر فيه أم في كل عصر هذا الحب استوى الحمد دكتور حزا الله خليه جزاء ممكن الفكرة السائدة والتي استمر طرحها لأعوام كثيرة منذ القدم القضاء علم الله الأزلي والقدر نفاذ هذا العلم وطبعاً هذه الفكرة هل هل لها بن أمي ورقصوا لها وأشاعوها ومنها استنتجوا فكرة الجبر هذا كلام يعني لا يصند أمام الآيات القرآنية لا يصند القرآن فكر القرآن علم أما جناب الشيخ يقول لي شنو تأثيرها وما تأثيرها أنا كل شيء أقف ضد هاي ما التأثير وما تأثير أنا أريد تنتج العلم وتقدمه للعالم وهو هذا هو هذا اللي يأثر هذا اللي يأثر مو ليأثر أنا أقعد بالزقيقة مو أكثر أن يدوا أطم وعضوا وإرشادات وما أدري شيني وكلمات شائية وما أدري هاي شيني عفوا دكتور يعني هذه لن تجدين أفعل عفوا جناب الدكتور جناب الشيخ كان سؤالة واضح جدا قال لقد عرفت البدعة باللغة تعريفا لغويا ولم تعرفها تعريفا اصطلاحيا بلحاظ الدين بالضبط فكان ينتظر من جنابكم وخصوصا أن الموضوع متعلق بالقرآن والتفسير فكان يريد أن تعرف البدعة تعريفا اصطلاحيا بلحاظ الدين أنا قلت قلت إنتاج حديث إذن كان بإمكانك أن تقول له نعم قلتها أنا دكتور حيدر يعني هون عليك هون عليك القضاء والقدر شوية يعني يثيرني هون عليك جناب العفو عفوا فقط جملة جملة وحدة بجملة يعني القضاء والقدر حقيقة تدعي الإنسان التفكر نعم الجبر والتفير لحدها هي في أدهاننا الآخون ذرو الله يكتب مجبرة أو مفوض يصل لحد يقول لك يسأل القلم هذه مشهورة طبعا فقضي قضية هذه قضية ذهنية والحدها نحاضر في ذهن كل إنسان القضاء والقدر أو الجبر وتفريق يبقى يعمل في ذهن الإنسان لا بد أن يصل إلى ما يسأل يعني عفوا نطلق العبارات بأنه نترك أبدا لا بد أن يعمل له القضاء الصحيحة بالإجابة حتى تستقد ذنية الإنسان شكرا جناب الشيخ الشيخ يدعو إلى أن هذه المصطلحات بحاجة إلى تبصيل لكي يفهمها أبناؤنا في هذه الأيام حيث هذه اللغة متداولة وبحاجة إلى إظهار معاني مبسطة لهذه المصطلحات أشكر جدا الشيخ العجيز واجه هذا الكلام جهة الميسرة من ناحية التي اعتذرت تفضل جناب الدكتور أستميحك عذرا شيخي من كرمكم نتجه إلى الميسرة نعم مايك طيعة شكرا جزيلا إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا يزيدني شرفا أبن مدينتي يحضر بالمؤتمر المحافظة الديوانية حياك الله وأحد أساتذة الكلية التربية المفتوحة صحيح وأنا الآن تدريسي في الكلية التربية المفتوحة أهلا ومرحبا سؤالي بالكلمات الأساسية بالهامش هامش الصفحة محنة خلق القرآن الكريم يعني من مقصود بها دكتور أذر تسمحني متحدثنا إي بسان ما فهمتها عفوا يعني يعني المصطلح محنة يعني عفوا هذا المصطلح تاريخي يعني وبإمكانك أن تراجع الكتب أنا مختصاص عفوا دكتور أنا فيختصاص اللغة انجليزية فبالتالي إن كنت غير مختصا غير مفهمة بالنسبة لي فأعتقد لا يتسع المقام لشرح هذا المصطلح لا مجرد تعريف بإمكانك عفوا جناب الأستاذ بإمكانك أن تراجع المصادر التاريخية في هذا الموضوع هذا الموضوع كما تفضل جناب الدكتور أخذ حيزاً كبيراً من التاريخ وسالت فيه دماء كثيرة دكتور وكان من زمن الإمام الرضا عليه السلام جناب قريس جلسة يعني لست مدافع لا لا أنا أدير الجنسة لأنها مذكورة بالكلمات الأساسية بالكلمات المفتاحية فبالتالي عندما تكتب هذه الكلمة المفتاحية على وسائط البحث فإنك سوف تجد شرحاً وافياً عنها إن شاء الله إن شاء الله شكراً حياك الله نعم بناب الشيخ تفضل حياك الله الله يسلم الله يخلي الأجر على قدر المشقة حياك الله أجركم الله سعادة الدكتور على ما بدلتموه من جهود في هذا البحث القيم الذي أتمناه من سعادتكم ومن أخوتي وأحبتي الباحثين أن يحددوا في ابتداء كلامهم دائرة البحث وطبيعة البحث هل هو بحث تفسيري أم بحث كلامي إنكم وإن ذكرتم بعض الآيات ولكن الطابع الغالب على بحثكم هو طابع كلامي وإعتقادي وشكراً أجاوب دكتور أنا أشكرك شيخنا العزيز ودكتورنا الفاضل أنا قلت لك قلت لك راح أوضحها على المنصة أنا أتصلوا بالعتبة وأعطوني العنوان ووقعتوا في وهم المفروض أسألهم يعني أستفسر هل إن هذا ألتزم بحداثير هذا العنوان أم من حقي أن أختار ما أشاء فأنا حاولت أن أوفق بين هذا العنوان وبالبحث اللي أنا البحث كان مفروض يعني العنوان مفروض لم يفرض أحد يعني ما أعرف ما أعرف قلت أنا وقعت فيه زين هم أرسلوني هذا العنوان بحاجة إلى أن أتكلم بصوت عالم لم نفرض عنواناً وإنما حددنا محاورة نعم للكتابة في هذا المؤتمر كانت خمس محاور من ظنها الدراسات القرآنية والتفسيري أنا لس هذا الجانب والله دكتور بس هذا الجانب فلذلك ظلت محتار هل أغير بالعنوان؟ لو شئت أن أغير بالعنوان؟ غير العنوان الآن لا حصلت على مساحة كبيرة في الحضرية أنا أدعوك إلى تغيير العنوان بما يتلام وما ترونهم وما ترونهم شكراً جزيلاً لجناب الشيخ القلب الشيخ صادق الخويلدي تفضل جناب الشيخ أحسنتم بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله محمد جناب الدكتور الباحث الكريم قال الإمام في مطلع بحثه الإمام توقع بعدم وجود مستقبل لهذه الفتنة مولانا الإمام لا يتوقع الإمام علمه لدني هذه مفروض منها وفي دقيقي كلامكم الكريم اللطيف وبيانكم الضريف حقيقة الجبر قلتم أن الإمام قال إشارة إلى العدل الإلهي هذا يحتاج إلى بيان وأنا قلت يحتاج إلى بيان بل الأمور التي تحتاج إلى بيان نغض عنها هذا هو البيان أفضل ما قيل في الجبري بيانه ما تناوله سيد الخوئي رحمة الله عليه سيد الطائفة من أن المكلف لما يقول بحول الله وقوته وكأن يكون يده شلاء مثلا مثال آخر مغاير يده شلاء وموصولة بسلك كهربائي وهو يتحرك في يعني يعطي ليده الطاقة من خلال السلك الكهربائي هذا أفضل بيان يعني أرجو المراجعة والانتفات وأنا أشد على عضد شيخ عادل حفظه الله أن هذه المباحث العقدية من الأمور الخضرة فالذي يتناولها لابد للمتناول أن يكون بعفوا لهذه المفردة أن يعطيها استحقاقها الحقيقي لعل الإجاز يخل والحمد لله رب العالمين شكرا جناب الشيخ إلا أنه كما تعلم بأن الوقت محدد للباحث فقد يكون قد ذكر هذا في متن بحثه إلا أن الوقت لم يسعفه حيث غلبت عليه العاطفة في حديثه شكرا جناب الدكتور نأخذ مداخلة أخيرة من جناب الدكتور وننتقل للباحث الآخر نعم دكتور كريم تفضل المايك أخواني دكتور أمامك المايك شكرا للأستاذ الباحث على هذه المعلومات التي قدمها ولدي بعض الملاحظات اليسيرة نعم الأولى العنوان أثر روايات الإمام الهادي بالعلوم لا نقول بالعلوم وإنما نقول أثر فيه وليس به وأقولها لأنك أستاذ ذغ عربي أثر في الشيء وليس بالشيء الشيء الثاني أن المناظرات التي تحدثت عنها والإمام عليها ليست محصورة في الإمام الهادي عليه السلام فقط وإنما بدءا من الإمام عليه وحتى وصولا إلى الإمام العسكري هذه المناظرات والردود على أهل الكلام كانت مستمرة ومستفيدة وصححوا له كثيرا من هذه الأخطار المصطلحات التي أوردتها مثل القضاء والقدر والمشيء هذه مصطلحات قرآنية ليست خاصة فقط بالإمام وإنما ثقافة الإمام هي ثقافة قرآنية ولذلك يستخدم مثل هكذا مصطلحات من ناحية المنهج البحث يرى الأثر في جوانب التفسيرية والعلمية والعلوم الأخرى يعني علوم القرآن أنت لم تتحدث مثلا عن أثر الإمام في التفسير والتفسير هو موضوع واسق أو في عدد كبير من العلوم علوم القرآنية لم نجد في البحث أو لم تذكر لنا أثرا من هذه الآثار كنت أتمنى أن تستقصي لنا ما أثر فيه الإمام في غيره وشكرا شكرا جزيلا جناب الدكتور بدقيقة واحدة جواب لا جواب واحد جواب واحد بإمكانك أن تلتقي بسماحة الشيخ بعد الجلسة قضية العنوان أنا قلت العنوان أتاني مباشرة من العتبة ما أعرف لم يكن العنوان منه والله على ما أقولي شهيد هذا التليفون قال لي هذا العنوان المحور المحور كان المفروض مني أن أسأل هل من حقي أن أتصرف في هذا الموضوع؟ هل من حقي؟ أنا للأسف الخلال عندي أو الوهم صار لدي قضية التوسع نهاية الاستفادة من عدها وكيف المحور ما صار لماذا أعطيكم الأمثلة أمثلة لدي بالعشرات حول كيف توافق كلام الإمام مع القرآن وهذا يعني بس ما أتمنى أن ألتقيكم الله بعد الجلسة تلتقي بجناب الدكتور ويكون حمار فكري مثمر إن شاء الله أكيد إن شاء الله شكرا جزيلا لجناب الدكتور سعد عبد الحمزة غزيوي على ما أفاض به وشكرا جزيلا كذلك لجميع المتداخلين شكرا جزيلا جناب الدكتور حياة الله نصل وإياكم إلى بحث مسك الختام وهو اندماج الساحات التربوية عند الإمام الهادي عليه السلام الزيارة الغديرية إنموذجا للشيخ نعيم حسيني من دولة إيران فليرتقي المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد أصلي على الله تفضينا الله السيئة الذاتية للباحث فضيلة الشيخ نعيم حسيني كاراكندي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة شريف الصناعية تدرج في الدروس الحوزوية وصولا إلى مرحلة البحث الخارج عمل أستاذا في الحوزة العلمية في قم المقدسة رئيس تحرير مجلة جهة الفصلية التي تصدر عن مؤسسة النهضة في منظمة الدعوة الدينية لديه العديد من المقالات والبحوث العلمية وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية في داخل إيران وخارجها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى اللهم صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين السادة الحضور الكريم الأفاضل كل بحسب مقامه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي في البداية أن أتقدم جزيل الشكر وعظيم الإمتنان للقائمين على هذه المؤتمر المباركة وكل منتسب العتبة العباسية المقدسة المتعاونين في هذه النشاطات العلمية القيمة وأخص بالشكر متوليها الشرعي وأمينها العام الداعمان لمثل هذه الفعاليات أما بعد إن بحثي موصوم بعنوان اندماج الساحات التربوية عند الإمام الهادي عليه السلام الزيارة الغديرية والموذجة مقدمة يجب أن أقول أن دراسة نص الزيارة الغديرية كما هو الحال في دراسة سيرة الأئمة المتأخرين خاصة الإمامين العسكريين في حالة ضعف كما وكيفا قسم من هذا الضعف له وجه بدليل قلة ما روي عن هؤلاء الأئمة إثر ضيق الظروف والضغط الحاكم من جانب النظام الظالم الحاكم وقسم آخر نأشع عن قصور أو تقصيرنا كالباحثين في هذا المجال بالنسبة إلى الساحات التربوية وفي تقسيم أقلي ثنائي نستطيع أن نقول أن العلاقة للإنسان بشكل كلي إما مع نفسه وإما مع غيرها الثاني إما مع الرب والخالق سبحانه وتعالى وإما مع غيره إذن الساحات التي الإنسان في العلاقة معها تصير ثلاثة التفاعل مع النفس التفاعل مع الرب والتفاعل مع الآخرين وفي القسم الثالث نركز على ما يرتبط بقضايا الأمة من السياسات والاجتماعيات هذه الساحات لها ترابط وثيق في هذه الزيارة عن الزيارة الغديرية للإمام الهادي نرى الاهتمام إلى هذه الساحات الثلاثة معا وفي كل موضوع يهتم الإمام بكل من هذه الثلاث أشرت في البحث إلى بعض النقاط حولها وستترق ببعضها إن شاء الله ثم تكلمت عن ظروف عصر الإمام علي بن محمد الهادي أبو الحسن الثالث والفقيه العسكري الذي كان أطيب الناس بهجة وأصدقهم لهجة وأملحهم من قريب وأكملهم من بعيد كان مدة مقامه بسر من رأى عشرون سنة وتوفي فيها وقبره في داره وكان في سنة إمامته بقية ملك المعتسم ثم الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز وفي آخر ملك المعتمة استشهدة مسمومة الدراسة التفصيلية لما جرى في تلك الأيام تحتاج إلى مجال آخر ولكن تجدر الإشارة إلى هذه النكتة وهي أن أغلبية المصادر الحديثية الرئيسية لأهل السنة تم تأليفها في فترة القرن الثالث الهجري وهذا أثر على المجتمع والنخب والمفكرين وشكل بعض الأزمات والتحديات الفكرية والسياسية في ذلك الوقت ولعب الدور النشيط آنذاك كان يحتاج إلى موقف دقيق ومعقد من جانب كل من يريد التأثير الجزء على المشهد فضلا على الإمام عليه السلام في هذه الأجواء إحدى الاستراتيجيات التي اتخذها الإمام عليه السلام كانت هبيين حقيقة الإمامة وبيان مميزات واختصاصات الإمام الحقيقي المنصوب من قبل الله وجل وعلا في هذا الأطار نرى أنه وصل إلينا من جانب الإمام الهادي عليه السلام إثنتان ذيارتان ذات مضمون عالية حول معرفة الإمام المعصوم وهما الزيارة الجامعة الكبيرة والزيارة الغديرية لأمير المؤمنين عليه السلام لعلنا نستطيع القول بأن مركز الثقل في الزيارة الجامعة الكبيرية على الجانب الفكري والعقدي لما كانت الإمام في العالم والتركيز في الزيارة الغديرية على مهمة الإمام على الأرض وهو الجانب الاجتماعي والسياسي وأمثالهما على أيها هاتين الزيارتين ركنتان من فكرة الإمام الهادي عليه السلام التي يحاول أن يربي الجيل الشيعي في الوقت نفسه وفي كل عصر ومصر عليها وهديتان من الإمام أبو الحسن النقي عليه السلام ومنهاج للإمام لتربية الفردي والأم الهدف الأصلي لهذا البحث هو تسليط الضو على نص هذه الزيارة بشكل خاص وهي ليست زيارة صدرت عن لسان الإمام في زيارة أمير المؤمنين فحسب وينبغي أن نستلهم من قبسات نورها ومعارفها هذه طبيعة كل ما صدر عن الأئمة ولا خلافة فيها لكن أود أن ألفت النظر إلى أن هذه الزيارة فيها زيادة فائدة غير ذلك وعلينا أن ندرسها بمنظور آخر طبعا قبل الخوض في البحث عن النقاط المستفادة من الزيارة الغديرية المباركة حسب الأسلوب العلمي الرائج بين أصحاب علم الحديث وأيضا كعمل أقلائي للمواجهة معي لنقل بادرت بدراسة مصادر نقل هذه الزيارة واستندها ودراسة موجوزة عن الرواة الموجودة في سلسلة السند حتى بعد الفراق عنها نطمئن أن الزيارة صدرت من الإمام نفسه كي نبحث عن الدلالات الموجودة فيها المصدر الرئيسي لنقل هذا النص هو كتاب المزار لابن المشهدي وباقي المنقولات مروية عام هذا ما نعرفه بعد الفحص عن الكتب التي يأتي مصنفها بهذه الزيارة هناك سندين للزيارة في نقل ابن المشهدي أحدهما مرفوع والآخر متصل السند المتصل يوجد في سلسلته كبار العلماء منهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن قولواي والكليني وعلي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه ويصل إلى السفير الثالث والصفير الأول لمولان الإمام الحجة المنتظر وهما يرويان عن الإمام الحسن العسكري عن أبيه الإمام الهادي عليه السلام نظرنا إلى بعض التفاصيل حوض الرواة هذا السند وبدعنا السند الآخر وحسب هذه الدراسة الموجزة نقدر القول بأن هذه السلسلة صحيحة وموثقة وأكثر رواته من أجلاء الأصحاب وكبار المشايخ الموثقة به أما مضمون الزيارة بشكل كلي هذه الزيارة مليئة بالآيات والروايات والسرديات التاريخية الإمام عليه السلام استفاد من العديد من الآيات القرآنية تلميحا وتضمينا واقتباسا كما استفاد كذلك من الأحاديث في المجموع نرى 28 آية من آيات القرآن الكريم و18 من الأحاديث النوبية في هذه الزيارة تبدأ الزيارة بالسلام على أمير المؤمنين بنعوط مختلفة ثم الشهادة بخصائص الإمام ومواصفاته ثم تدخل في نقل التاريخ تعييدا لبعض المدعيات وبيان شأن نزول الآيات التي في شأن أمير المؤمنين أولا تشير إلى أحداث في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثانيا تصل إلى أحد خلافة الإمام علي عليه السلام وحروبه مع الناكثين والغاصتين والمارقين وتتبين بعض التفاصيل المختلفة فيها ثم تشير إلى غصب الفدك بعد غصب الخلافة وصبر الإمام عليه وازدقامته على تاريخ الحق وتختتم الزيارة باللعنة على الغاصبين والظالمين والقاتلين وغيرهم هناك بعض النقاط المهمة في الزيارة الغديرية وفيها دمج الأمور المتنفعة بما فيها متعلقة بالساحات الثلاثة المشارع إليها وصلت الضو إلى أربع نقاط في هذه الزيارة الأول إعلان الموقف مع التقية مع الالتفات بأن الزيارة صدرت عن لسان إمام طلبه الخليفة إلى العاصمة للضغط عليه ومراقبته بشكل أكثر وفي ضمن السفر نفسه والتفجه على حجم التركيز على قضية خلافة أمير المؤمنين والاستدلال لها نطمئن أن الزيارة هذه مع كل فوائدها يمكننا أن نحتسبها بموقف حاد ونشاط سياسي ضد الطاغوت الذي يترأس النظام عن ذاك إذا ثبتت حقانية أمير المؤمنين لتصدي إمامة المسلمين دون الآخرين بعد النبي هذا في تلك الظروف يعني أدم حقانية ما جرت على الأمة ولزوم رجوع إلى أهل بيت النبي عليه السلام لكن من المفالقة أنه تم إعلان هذا الأمر في هذه الزيارة بشكل لا يمكن اتهام للإمام بأنه يريد الخروج على الخليفة حتى تصير هذه الإبارات مسوغة لقتله عليه السلام الإمام عمل بكل الجوانب اللازمة مراعاة للتقية التي رؤية عن الإمام الصادق عليه السلام أنها ديني ودينه آبائي من بعض الشواهد الدالة على هذا المدة هي الأول تكرار التعبير بأمير المؤمنين للإمام عليه لأكثر من عشرة مرات في هذه الزيارة الثاني تكرار التعبير بمولايا ومولى المؤمنين الثالث الورود المباشر بعد السلام على النبي إلى زيارة الأمير دون زيارة الآخرين من الأنبياء تفصيلا والآخرين من الأجداد التاحرين لأمير المؤمنين ولعله للتأكيد على النسبة المباشرة بين الرسول وبصيه عليهما السلام والرابة عدم وجود سرد تاريخ ما جرى في عهد المزور بهذا الحجم في أي زيارة أخرى إذن نرى في هذه الزيارة تركيبية بين المعارف الإلهية حول مقام الإمام وتربية الأمة عليها وبين تطبيقها على الأرض واتخاذ الموقف تجاه قضايا الأمة يبنى على ذلك ويتم في هذا الثاني يمكن أن القارع والسامع للزيارة لا يلفتوا الانتباه إلى أن الإمام الهادي في هذا التخاطب لأمير المؤمنين عليهما السلام بالكناية يقصد نفسه من العديد من الأمور التي يعدها للإمام علي عليه السلام خاصة مع أنه هناك أكثر من 200 نعة وصفة من صفات أمير المؤمنين يوجد في هذه الزيارة لكن أمر هكذا على سبيل المثال انظروا إلى هذه العبارة من الزيارة أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمد وآله صلى الله عليه سادات الخلق وأنك مولاي ومولى المؤمنين إن كان آل محمد سادات الخلق ويقسم هذه الأمام بالله لهذا الأمر هذا تلويحا معناه شنو؟ معناه أن باقي الصفات المذكورة لأمير المؤمنين إلا اختصاصاتي تجري للآخرين من الأئمة المعصومين هذا ما يستفيده المتأمل في هذه الزيارة دون أن يجلب الأنظار حتى يؤدي إلى التحديات غير اللازمة أعبر إلى النقطة الثالثة هناك بعض المراعاة للوقت والثالث الإشارة إلى مميزات أمير المؤمنين ليست بقصد المدح فحسب بل الزائر الإمام أو الإمام الزائر في الحقيقة يبين أجزاء الفكرة الإسلامية الأصيلة حول الإمامة خاصة بجانبها الدنيوية مع تهبيين كيفية علاقة الأمور الروحية المعنوية مع الأمور الدنيوية في الفكر الإسلامي وعقائده مثلا إن نتدبر في مثل هذه العبارة أن تمتعم التعامي على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله لا تريد منهم جزاء ولا شكورا وفيك أنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولاك هم المفلحون وأنت الكاظم للغيظ والعافي عن الناس والله يحب المحسنين وأنت الصابر في البأساء والضراء وحين البأس وأنت القاسم بالسوية والعادل في الرعية إلى آخر نرى أن الإمام يشير إلى مواصفات من له حق الإمامة على الناس وخاصة المؤمنون ففي الوقت الذي يعطي التعاليم إلى الشيعة حول المكارم الأخلاق وضروة الاقتداء بهذه الخلق لكلامه مفهوم مخالف كنائي عنه من ليس له هذه المواصفات ليس له حق الزعامة والخلافة هذا اندماج بين الساحة الفكرية والساحة العملية الذي يدعون إليه الإسلام الأصيل والرابع وتركيب الصاحة الفردية مع الصاحة الإجتماعية والسياسية هناك فقرات كثيرة في هذه الزيارة الهامة في تراثنا الروايي يربط الإمام فيها بين الساحات المختلفة للحياة وبالتالي يعلمنا كيفية رشد كل منها هنا نكتفي ببعض منها لإشارة السريعة إلى أصل الفكرة الأول مثلا في هذه العبارة آمنت بالله وهم مشرقون عفا آمنت بالله وهم مشرقون وصدقت بالحق وهم مكذبون وجاهدت وهم محجمون وعبدت الله مخلصا له الدين صابرا محتسبا حتى أتاك اليقين ألا لعنة الله على الظالمين نرى أن الإمام مع الإشارة إلى الإيمان الصدق العبادة الصبر كالخصائص الممدوحة والفضائل الجميلة لأمير المؤمنين يشير أيضا إلى الصفات المقابلة لها أعني الشرك والتكثيب والظلم وفي الحقيقة يتذكر الجبهتين الحق والباطل هذا يعني بدء التربية من الأمور الفردية وهي الإيمان والصدق مثلا والوصول إلى الساحة السياسية والاجتماعية الثاني في عبارة أخرى وأشهد أنك متقيت ضارعا ولا أمسكت عن حقك جازعا ولا أحجمت عن مجاهدة عاصيك ناكلة ولا أظهرت الرضا بخلاف ما يرضى الله مداهنة ولا وهنت لما أصابك في سبيل الله ولا ضعفت ولا استكنت عن تلاب حقك مراقبة لآخره نشاهد أن الإمام يربط بين الخصالة الحسنة كعدم الوهن والضعف وبين الأقيدة بتفريض الأمور إلى الله ومع ذلك يمتد هذه الخصال إلى المشهد الذي كان أمير المؤمنين وواجها معه النقطة التي يلزم التوجه إليها وأشارنا إليها سابقا هي التأثير لهذه الأمور والمواقف تجاه ما جرى في أهد أمير المؤمنين على الأحداث في زمن الإمام الحادي هناك بعض أبارة أخرى أكتفي بها وفي القتام أقول ما أشير إليه في هذا البحث قطرة من بحر المعارف الموجودة في هذه الزيارة وكان قصتي الإشارة العابرة إلى أصل الفكرة وتطبقها في بعض مقطعات هذا التراث العزيز طبعا التفاصيل في هذا المجال تطلب كتابة كتب مع كثير من المجلدات وأرجو أن يوفقنا الله وأيضا الباحثين الأخرى لأدايا حق هذه الكنزة العظيمة والله الهاد الموفق المعين وأخيرا كما ختم الإمام الهادي هذه الزيارة بلعن الظالمين أختم كلامي هذا بلعن أكابر الظالمين والمجرمين في عصرنا الراهن ألا وهو الكيان الصحيوني الغاصب لأرضنا فلسطين الذي لم يقصر في مدى ظلمه إلى أهالينا في غزة العزة وعلى هذا وفي رحابة بالفضل العباس ندعو الله سبحانه وتعالى لنصرة المظلومين ولحلق قضيتنا المركزية وهي القدس ولفرج آل محمد بظهور الحجة المنتظر عدل الله تعالى فرجه الشريف والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا لجناب الشيخ نعيم حسيني على ما أفاض به والتزامه بالوقت وأيضا نفتح باب المداخلة والنقاش للحاضرين إن شاء الله نعم نعم شيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام شكرا لجناب الشيخ على تسليط الضوء على مضامين زيارة الغدير لما تحمله من أبعاد العقائدية وتكملة لذلك هناك زيارة ثالثة تختصر كل المعاني العقائدية وهي من أمهات الزيارات الواردة عن الإمام الهادي عليهم السلام وهي زيارة أمين الله فزيارة أمين الله هي التعتبر المنطلق للزيارات الزيارة الغديرية موسعة وكذلك زيارة الجامعة شكرا لك شكرا لسماحة الشيخ الفاضي على ما أتحفنا به من مفاهيم غزيرة وأفكار متينة جزاغ الله خيرا شكرا لك أنا استوقفتني كلمة اندماج اندماج هل تقصد به تغطية هذه المساحات إذا كان هذا المقصود فالاندماج لا يؤمن لك هذا القصد وهو أعتقد فيه انعكاس سلبي الاندماج في هذا المورد دمج ساحات مختلفة في الحقيقة له انعكاس سلبي وإذا كان المقصود التغطية فهو جيد واستقدمت مفردة الساحة ولم تلتزم بها عندما عنوانتها وأوضحت معناها بأنك تقصد العلاقة على أساس ترتيب علائقي علاقة الفرد بربه وألاقة لكن عندما خذت في غضون البحث كنت تتحدث عن استعملت مفردة الساحة الساحة السياسية والساحة الاجتماعية والساحة الفردية والساحة الأخروية والساحة الدنيوية في حين أنه لا يجد المستمع ربطا بين الأنوان فهذا يولد شيء من التساؤلات والإبهامات في أذهان المتلقي وشكرا شكرا جزيلا فيما يتعلق بالاندماج قصتي كان الترابط الوثيق وليس في مجرد التغطية الترابط الوثيق كان قصتي ولكن الإشكال الثاني أقبلها شرحته في كامل بحثي ولكن هذا الإشكال وارد وأقبلها شكرا لكم نعم إذا كان هناك مداخلة أخرى أنا أضيف بإشارة إلى أنه استند جناب الشيخ في بحثه إلى كتاب المزار وكان هذا الكتاب أنا قرأت بحثا عن هذا الكتاب وهو المشهدي وثيرة شكوك أصلا حول أصل هذا الكتاب لعدم شهرة المشهدي إلا أني قرأت بحثا يثبت سند هذا الكتاب ويقويه ويشير إلى من استند عليه من العلماء الأجلاء في حال كون عدم وجود مداخلة أو سؤال نتوجه بالشكر الجزيل إلى جناب الشيخ وشكرا له شكرا جزيلا إسعاد شكرا جزيلا في ختام هذه الجلسة البحثية لا يسعنا إلا أن ندعو الله أن يكون إمامنا الهادي قد تقبل منا هذا العمل ونكون قد وفقنا لأن نكون في خدمته هذا الإمام الذي يمثل مصداقا للصنوية بلحاظ الإسمية حيث أخذ من أبيه علي اسمه ومن جده المصطفى كنيته ونسأل الله أن نكون وإياكم قد وفقنا في خدمته وإظهار بعض مزاياه وملامح شخصيته وأن ندعو لهذه الأقلام التي فاضت وأفاضت في الكتابة عنه بأن تستمر في الكتابة وأن يوفق غيرهم إن شاء الله للكتابة أيضا وإظهار سماتي وملامح أهل البيت عليهم السلام وأدعو زميلي عريفة المؤتمر لاستكمال فقراته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين كل الامتنان والشكر للسادة الباحثين للحضور الكريم للسيد مقرر الجلسة البحثية للسيد رئيس الجلسة البحثية الحاضرون الكرام ننوه قبل أن ننتقل فقرة التكريم أن هناك فسحة في الوقت أو من الوقت سنتناول بها وجبة الغداء ولكي يكون الوقت لكم بعدها للممارسات العبادية حتى المؤتمر الثاني الخاص بالإمام العسكري في الساعة عليه السلام في الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم المبارك كما ننوه إلى أن هناك تكريم خاص بنتائج مسابقة القصة القصيرة وبقية الأجناس الأدبية في رحاب أسبوع الإمام الدولي الثاني الساعة الثالثة ظهرا في هذا اليوم وفي هذا المكان أيضا قثار روحي رفرفت أوتاره طربا بأنغام الضياء الأمجدي وتوحد الورد الزكي وعطره عطر الصلاة على النبي محمد ونحن في رحاب هذه الأجواء العلمية المباركة والإمامة الإلهية وهذه الأجواء أيضا ورحاب الإمامة التي كرست في خدمة إمامنا الهادي عليه السلام في اليوم السادس من هذا الأسبوع المبارك والتي لا نريد لها أن تنتهي فنسأل الله تعالى أن يديم علينا جميعا هذه النعمة نعمة الإمامة وننتقل الآن إلى فقرة التكريم للأخوة الباحثين الأخوة الذين كان إسهامهم فاعل في هذا اليوم المبارك فليتفضل إلى المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد السيد أمين عامل عتبة العباسية المقدسة مصطفى آضياء الدين محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد الأستاذ المساعد الدكتور حسام عدنان الياسري الشيخ حسين محمد علي سلوم محمد وافر الشكر والإمتنان للسيد أمين عامل عتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى الضياء الدين والآن ليتفضل حتى المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد السيد نائب الأمين العام المهندس عباس موسى أحمد دامت أيده الدكتور سعد عبد الحمزة غزيوي الشيخ نعيم حسيني وافر الشكر للسيد نائب أمين عامل عتبة العباسية المقدسة أدام الله توفيقه السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة ليث الموسى وإدام توفيقه فليتفضل منصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد فليتفضل السيد رئيس اللجنة البحثية الدكتور حيدر حسين الأعرجي كل الشكر والامتنان إلى السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة السيد ليث الموسوي والآن عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة السيد محمد اللي شيقر فليرتق المنصة محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد فليتفضل السيد الدكتور علي كريم العتبي مقرر الجلسات البحثية كل الشكر للسيد عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة السيد محمد اللي شيقر الآن فليرتق المنصة عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة الحاج جواد الحسناوي محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد والآن التكريم يكون لخادمكم وخادمي هذا اليوم المبارك شكرا لكم شكرا لحضوركم شكرا للحاج جواد الحسناوي مقدم والآن في ختامي هذا اليوم المبارك ننتقل إلى تناول وجبة الغداء بعدها نأخذ استراح لمارسات العبادية بعدها إلى المؤتمر الثاني الخاص بالإمام العسكري عليه السلام في الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم إلى هناك محفوفين بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر